طيب كان تمام برضو الريكورد تمام ماشي طيب بصوا شباب احنا ان شاء الله سيكشن نهارده هو تاني سيكشن هشتغل فيه بإذن الله على الاكتيف طيب احنا عايزين ايه من الاكتيف برضو احنا زي ما اتكلمنا كده مرة الفاترة احنا الاكتيف ده سوفت وير تول احنا هنستخدمه معنا صح احنا هنستخدمه عشان موديل اي سيستم هنعمله او اي سيشنر عايزين نعملها موديلينج عايزين نشوف شكلها أو البرفورمانس بتاعهاي بعمل ازاي وهل البرابنس سيميليشن بتاعها او الإسنع بتاع السيشنر او السيستم ده بيدي نفس البرفورمانس او الAKhora احنا كنا متوقعينه او لا في يعني سيكشن نهارده احنا عايزين نعمل موديلينج ل Mulitude Modulators ويدو ال Camiller اللي احنا درسناهم باستخدام الاكتيف طيب عشان كده نفتكر مع بعض عندنا دايما هيبقى فيه زي ترانسميدر هدخله بيس بان سيجنال سيجنال او مش مرفوع على كارير او في بيس باند في الترانسميدر ده هدف ان هو يعمل لها فيطلع لي هنا كده ايه الموديلاتي سيجنال اللي هتبقى هسره الانتر طب في الريسيفر انا عندي هستقبل موديلاتي سيجنال سيجنال في الباس باند او سيجنال معمول لها هدخلها على الريسيفر الريسيفر هدفه انه يعمل لي دي موديليشن يرجع لي يرجع لي ايه البيس باند سيجنال بتاعي فبرضه عشان تكملتا كده للساكاجة اللي كنا تكلمنا فيها في الكلية احنا دايما كده هيبقى بالنسبة لنا لترانسميدر ده جهاز بديله بيس باند سيجنال وهو هيطلع لي موديلاتي سيجنال طب الريسيفر الريسيفر هو جهاز هدخله موديلاتي سيجنال سيجنال في الباس باند هو هيرجع لي بيس باند سيجنال دي الفكرة الاساسية هيعمل الكلام ده ازاي بيزد بقى على طيبوف موديلياتور في الترانسميدر هو عامل ازاي والطيبوف رسيفر اللي موجود في الريسيفر او طيبوف دي موديلاتور اللي موجود في رسيفر شكله عامل ازاي طب احنا التيبس اللي درسناها لحد الوقتي احنا كلنا درسناهم لحد الوقتي هي طيبس اللي تعملنا باستخدام Ampitude Modulation فاخدنا لحد الوقتي Ampitude Modulation الأصلي اللي هو أحياناً بنقول إنه هو Full AM أو Large Carrier ده ببساطة كده كنا بنقول لي اسمه Large Carrier عشان أنا كنت ببعث المسج في الأمباتيود بس كمان كنت ببعث معاها Carrier تمام طب بعد كده خدنا double sideband suppress carrier ده ببعثه Modulator بدخله المفتي وانا عايز اعمل Modulation فمجرد بضرب Ampitude Carrier في المسج وبتبقى دي هي المودلاتي السيجنال اللي عندنا ويأخدنا بعد كده Single Side Band إنه أنا عايز بدل ما ببعث Two sides اللي هما المفروض يكونوا Symmetric لبعض فعشان يعني أحافظ على الباند بالنسبالي فبعد الـ Product Modulator أنا كنت باستخدمه في Double Side Band Suppress Carrier باستخدم باند بس فلتر يمع يعديلي Upper Side Band أو Lower Side Band وبعد كده أخدنا نوعين تانين اللي هما الكوام والVesticial Side Band فكل دول Transmitters طب أنا في السؤال عرف منين هما Transmitters ولا Receivers بيس ده أنا مدخله إيه بالظبط وعايز يطلع إيه أنا مدخله Message في الـ Base Band فهو يطلع لي Message في الـ Pass Band ده ومودلاتي السيجنال يبقى أنا كده أستخدم في الترانسميتر وبعمل Modulation طب في الـ Receiver زي ما قلنا هدخله بقى Modulated Signal الـ S of T دي بقى نفسها بغض نظر أنا ببعد بأني تكنيك هو يرجعني Message في الـ Base Band طب إحنا الـ Receivers الأساسيين اللي درسناهم لحد الوقت الـ Receiver الأول كان Envelope Detector وده عادتاً كنا بنستخدمه مع الـ Amputed Moderation الأساسي عشان أنا كنت دايماً بضمن أن Envelope بتاعي فيه Message وكان داني طيب عندنا كده الـ Coherent Detector وده قلنا دايماً لازم الكارير اللي مستخدم في الترانسميتر والكارير اللي مستخدم في الـ Receiver يكون ما بينهم Coherence والـ Coherent Detector ده ببسطة قلنا فكرته أن أنا بدخل الموديلاتي تسيجنل أضربها في نفس الكارير مرة تانية استخدام Product Modulator والـ Output بدخله على الوباس فيلتر فيرجعني Message في الـ Base Band ده اللي احنا كنا تكلمنا فيه في آخر سيكشنين وحلينا عليه نظرياً وحلينا عليه مسائل وفهمنا السيستم ده بتالي نقي بالظبط المرة دي بقى أو سيكشن النهار ده احنا عايزين نشوف الكلام ده يعني لو هنعمل له باستخدام الـ Octave هل فهنا هتطلقيها الحاجات اللي احنا متوقعينها ولا لا والحاجات اللي احنا متوقعينها دي هل بتطلع بنفس الشكل بالظبط ولا بشكل مختلف فهل حد عنده مشكلة يا شباب فيه فكرة النهار ده او مش فهم احنا هنمشي بـ Procedure ازاي ممكن هذلك بس تقول الفكرة بشكل عام بسرعة بس عشان لسه داخل حدا معنش طب بص يعني انت يعني والفكرة الفكرة بشكل عام ان احنا هنعمل أو هنعمل باستخدام كنا اتكلمنا بس بسرعة اللي احنا كنا اشتغلنا بها يعني ممكن بل كده تفرج على الجزء اللي فات يعني تمام بس دي الفكرة العامة ماشي اه تمام تمام طيب هل حد عنده سؤال في اللي انا قلته يا شباب طيب خلينا كده نبتدي بقى نبص على كل سؤال عندنا يعني احنا نفوض عندنا اربع مسائل في الشيت طبعا نعمل له كده كده قبلوت خلاص على الـ LMS بس يعني انا ايه اخدت كل سؤال فيه كده اخدته حطته اخوة النوت عشان نبص عليه سؤال بسؤال طب اول سؤال هو بيقولي ان انا عندي دابل سايد بان سابريس كارير ترانسميتر فمن ترانسميتر واضح ان انا بسه ببعد فانا بعمل ايه موديلاشن بس هنفهم اكتر من السؤال وبيقولي ان انا يوزنج ايه دابل سايد بان سابريس كارير ترانسميتر عندي سينوسويد البيس بان سيجنل الفريقونس بتاعتها اف ام اقوالس تو وان هندرد هيرتز وبتبعت باستخدام كارير الفريقونس بتاعته اقوال تين كيلو هيرتز طب يبقى مبدئيا كده قبل ما نكمل السؤال انا عندي دابل سايد بان سابريس كارير موديليتر يبقى انا كده عارف ان انا عندي بروديكت موديليتر بدخله مسجي ام وفتي اضربها في سيرتين كارير يطلع لي الموديليتر السيجنل اللي عندي تمام طب الام وفتي المرضي هو متدال ايه هو متدال الشكل الاربطري اللي ترانجل اللي كنا نتكلم به لا هو المرضي موضح لي انها عبارة عن سينوسويدل سيجنل بفريقونسي معينا فمن هناك اقدر قولنا الام وفتي هي عبارة عن سين تو باي هو مديني الف ام بون هندر يبقى تو باي وان هندرد تي طب والكارير هو قوزين تو باي وهو مديني فريقونسي كارير تين كيلو يبقى اللي اتنين دول هيتضربوا ببعض يطلع لي ايه اللي هي في الحالة دي هتبقى ايه سين تو باي اف ام اف تي في كوزين تو باي اف سي اف تي طيب ده كده لحد الوقت ايه اول طلب في السؤال طالب مني نعمل للباسبان سيجنل والموديلات سيجنل فيرسز الطايم احيانا فيرسز الطايم دي انا عايز درسم السيجنل في الطايم بنرموز لها بيقول ان يسمع عايز ارسم بتاعة السيجنل عادي طيب السؤال ده احنا جاء كده مفروض احنا نغلنا الكلام كله احنا عمله سروق اكتيف بس احنا السؤال ده قبل ما نروح للأكتيف عايزين نبصه هو احنا متوقعين الا هيتطلع عندنا بالظبط فانا دي عبارة عن م فانا متوقع ان اشوف سينوسويد السيجنل بالشكل ده يعني لو هرسم بريود واحدة هتبقى واحد على الفريكونسي اللي هي واحد على مية اللي هي تين ميلي ويبقى الزيرو كروسنج عند ميلي بالشكل ده فدي كده الام وفي ان هو مش محدد لي فانا هعتبر ان انا لان الام فدي كده اللي احنا متوقعين ان هي تطلع طيب الكاريير هو مش طالب من انا رسمه بس يعني اللي احنا هرليت لتنين ببعض هو الكاريير انا كده كده اعرف نوع كوزاين وهو ميدي كونس بتاعته تين كيلو هيرتز فهيبقى عندي كاريير بالشكل ده السايكل الواحدة فيه هتبقى بواحد على تنك يعني 0.1 ميلي ولو هرليت الكلام ده ال السايكل الواحدة من بالكاريير فانا هلاقي كده ان انا عدد السايكل اللي هيحصل في الوقت بتاع المسج بتاعتي اللي هو واحد اللي فهم اللي هو الحد هنا المفوض تين كي والإف ام بي وان هندرد فلو اسمت الاتنين على بعض يدين النمبر وف سايكل زيبا انا متوقع ان هيبقى عندي هنا كده ميت سايكل من الكاريير بتاعي المسج يعني في اول جزء ده هيبقى عندي خمسين سايكل في الهات فريد الاولى هيبقى عندي خمسين سايكل وفي الهات التانية هيبقى عندي خمسين سايكل تانية لان ببساطة التايم ده كله على بعض زي ما هو تين ميلي والكاريير الواحد بتاع او بوينت وان فيبقى كده التوتال نمبر في سايكل هو تين على او بوينت وان او لو شغلوهم كفريقونس يبقى كي على المية فهيدينا الان هندرد سايكل اللي انا عايز ارسم الموديلات سايكل طب احنا قلنا من شوية احنا شعرين موديلات السيجنل عندنا وزي ما اتكلمنا في المحاضرة احنا احنا المفروض عندنا مدروعة في سيجنل اللي هي فالسيجنل اللي هي لالكاريير عندنا وهتبقى هي الموديلات السيجنل بتاعتنا بس طبعا انا مفروض تبقى مكملة بس هتبقى ايه بالشكل ده فده كده برضو الاسوف تي اللي هي تطلع عندنا فاحنا كده ده السيجنل في الموديل السيجنل اللي عايزين نبص على الويف فورم بتاعتهم في الTIME دون عايزين بقى نطبع الكلام ده باستخدام الاكتيف نروح على الجزء ده الاول نطبعه في الاكتيف وبعد لو حد عنده سؤال بقى يبقى ايه يسأل في اللي احنا عمي ده ايه بالزبط بس هل اول حاجة يا شباب الكتابة كده واضحة ولا ازوم كمان على الكود طيب خلاص لو واضحة يعني الناس اللي شايفين الناس من اللي شايفين فتمين طيب احنا اول حاجة هنستخدم كده في الاول احنا دايما هنستخدمهم اللي هما CLC وCLR وCLOSE ALL CLC ببساطة زي ما قلنا مرفضنا هو بيفضلي لو في حاجة مكتوبة في الكماند ويندو وCLR بيمشي لأي حاجة من الورك سبيس اي فاريبال سيف ده هيبقى بتشال وCLOSE ALL دي لو في اي فجرز مفتوحة بايه بنيفعلها قبل بعد كده هنبتدي نعرف البرامترز اللي هما كان مديهنا هنعرف الFM اللي هي 100 هيرس والكالي فريقونسي ب10 كيلو هنعرف 2 variables اسمهم FM وFC ودول بعد كده هستخدمهم لما هبتدي implement بقية الكود بتاعه طب انا ليه عرفهم في الاول ما كنت عرف عرف function sign direct او كده عشان ببساطة يبقى الكود بتاعنا generic تغيره in parallel طيب بعد كده هبتدي اعرف زي ما اتكلمنا كده المرة اللي فاتت عايز اعرف vector بيحددلي time vector بتاعي time instance اللي باخد فيها samples بتاعتي ونفس الكلام في frequency لما جيب frequency domain عايز برضو اعرف vector للfrequencies ان الvalues بتاعت الfrequencies اللي موجودة عندي دي عند frequencies كان بالظبط discrete samples او discrete values وانا حاليا عايز امودل continuous signal فيبقى كده كإني هنا السيجنال اللي هي continuous هنا دي انا مش هتبقى عندي كده في الاكتيف انا هاخد منها samples كتير اوي كده او هعرف samples كتير اوي كده هعرف time vector في samples كتير اوي و اعرف sign signal ويبقى signal عندي defined samples samples d بس samples d انا عايز هتكون عددها كبير كفاية وقريبين من بعض عشان يعمله modeling ل sinusoidal signal بتاعتي بشكل مضبوط فبداية كده الفرق بين كل sample والتاني ده اللي بنسميه sampling time فانا عايز يكون صغير بشكل كافي عشان يعبر لي عن signals كده في كل cycle من carrier هاخد 10 samples لان الفرق بين كل sample والتانية هو 1 في واحد على fc واحد على fc ال carrier طيب لو جيت كده بصيت يبقى انا اخدت samples بتاعتي based على duration الكاريير ده مش based على duration المسج دي هل حد يقدر يقول لي ليه لي انا عملت كده عشان يبقى عندي sampling time صغير ف قدر برضو اخد sampling لل carrier signal يعني بالضبط كده لان انا ببساطة لو جيت قلت ان sampling time هو مثلا 0.1 على fm يبقى ده معنى انا ويزن cycle الوحدة من signal دي بدل ما هاخد samples كده انا هاخد مثلا 10 sample sample هنا sample هنا sample هنا sample هنا وهكذا طب لو انا شغلت بالsambling duration ده انا تقريبا هلاقي ان مثلا في carrier الواحد انا ممكن اخد sample واحدة او اقل كمان فده طبعا مش هيكون عدد من samples كيف ان انا عبر عن signal بتتغير بريد كبير زي carrier frequency بتاعي عشان كده هنخلي ان sampling time هو O.1 على carrier frequency عشان carrier frequency اكبر فواحد على carrier frequency value صغيرة قوي فكده يبقى sampling time صغير بالنسبة لي فقدر يعبالي عن signal بشكل مصبوط فعشان كده قلنا ان ts هي عبارة O.1 على carrier frequency طيب بعد كده هنعرف T vector ببساطة هو اخر point انا هاخد فيها sample او طيب احنا خليني اينا بto over f m فكأني كده بقول ان انا عندي cycle الواحدة بواحدة على f m فانا كده هرسم two cycles من signal بتاعتي انا كده بدلا من في signal هتبع عندي بالمنظر ده انا كمان هرسم cycle تانية منها بالشكل ده يعني عندي two cycles بالشكل طيب انا اتكلمنا كده المرة اللي فاتت احنا هنعرف time vector عن طريق ان احنا هنقول ان احنا بديم مثلا من node zero وهنمشي بstable ts اللي احنا عرفناها وازيني terminate عند نقطة معينة فهن terminate ازاي هنعرف عدد الpoints اللي هتبع موجودة عندي فانا عارف ان total time اللي هتطلع بone ميلي فيبقى كده total number of samples هو واحد على one ميلي طب لو افترضت ان انا 2 numbers دول مش divisible يعني مش هتطلو للي integer value فعشان كده قلت هنا ان انا حامل c يعني c مثلا لو طلقوا عندي مثلا 100 point five مثلا فهو يخليكم 101 sample وهكذا فده ال number of samples اللي موجود عندي طيب هعرب بقى time vector بتاعي ازاي هقول ان انا عندي بادي من time equal zero step ts فبغى نظر بقى ts دي بقى مثلا 0.1 مثلا انا اعمش 0.1 0.2 وكذا طب هترمينيت امتى لحد موصل ال n-1 step مضروبة في ts عندي او sorry n-1 sample المضروبة في ts عادي يبقى انا كده ان minus one في ts ده يديني time t minus ts يبقى انا كده بادي من zero لحد time minus ts يبقى كده كونت ال time vector بتاعي هل لحد كده شباب في مشكلة في تكويل time vector او حد نشوال حاجة في الجزئية دي انا عملي سوال بص بص هو دلوقتي انا عايز احدد انا هرسم كام cycle من sinus signal بتاعتي فكان ممكن اقول انا هو ما حدد ليش فممكن اقول انا ارسم cycle واحدة انا كنت اقف لحد هنا تمام او اقول ارسم two cycles or whatever كان بالظبط فانا اعرف ان cycle واحد دي بتاع حوحد على f يبقى انا طيب هل حد عم سؤال تاني يا شباب طيب لو مفيش خلينا نكمل كده احنا خلاص علفنا time vector اللي هنستخدمه في ال time بتاعنا ماشي طيب لو جيت قلت بقى عايز اقص على frequency domain فانا عندي حاجتين برضو عايز اعرف هم frequency vector ده هي شغال ب sampling frequency قد ايه يعني لما عمل sampling في frequency domain يعني بتقرر كل ال fs عندي فانا ببعن ال sampling طيب انا واردي معرف ts فيبقى sampling rate او sampling frequency بتاع واحد على ts ثاني vector هعرف او ثاني value هعرف مش vector حاليا هو step يعني كل sample في frequency domain الفرق ما بينها وما بين sample التانية بقى a بالضبط فلو تفتكروا كده احنا مرة اللي فاتت كنا عرفناها قلنا الات قلنا ان احنا لو عندنا c مثلا عندنا ده spectrum بتاعنا ويه عندنا مثلا spectrum مثلا بيتكرر كل fs بالشكل ده وانا عندي samples كده بالشكل ده فانا المفروض من هنا لحد هنا ده ده لو انا في f t عندي n samples في time سيبقى برضو هنا عندي n samples فتبقى المفروض d of f اللي هي step بتاعتي اللي هو الفرق بين كل sample والتانية اللي هو time ده هيبقى عبارة عن fs divided by n يبقى ده الفرق بين كل sample والتانية طيب واحنا من شوية عرفنا ان n هي عبارة عن t اللي هي period divided by ts يعني كأنها عبارة عن t في fs فمن هنا كده نقدر نقول ان fs دي هتروح مع fs دي يعني step بتاعتنا هتبقى عبارة عن 1 على t capital اللي هي total duration بتاعنا ففعلا هنا ده اللي احنا احنا عرفنا بالطريقة دي المرات دي قلنا df بنسبة انها تبقى 1 عد t أنا كده عرفت sampling frequency اللي هو range كله اللي ستظهر فيه spectrum بتاعي و df اللي هي الفرقة بين step والتانية frequency عزة كون frequency vector عندي حل من 2 لو samples عندي لهم f دول عددهم even فيبقى ساعتها كده هلاقي ان عدد samples بتاعتي ال-n ده عدد even فانا في السيناريو ده هنعرف frequency vector زي ما اكلمنا مرة اللي فاتت بالnotation ده زي ما شرحنا مرة فاتت وزي ما خدنا في المخاطر طب لو كان العدد odd يبقى هشريح او هعرف به الترمينولوج دي او بالnotation دي ان انا هنا ببتدي من اقل يعني من negative 0.5 fs لحد 0.5 fs يعني انا بدل ما اخذ الرنج ده كله انا هشتغل even فانا هبتدي من اول هنا لحد هنا كده بس انا مش هاخد ده كله انا هبتدي بقى من negative 0.5 fs لحد 0.5 fs ويه همشي بالstep دي بس بس انا عندي عدد even يبقى هشتغل بنتيشن ده لان انا عندي odd number of samples فكمان هبقى عندي zero sample ما فيش مشكلة طيب عشان اعمل الكلام ده بقى يعني احدد له even هتعمل كذا ولو انا هتعمل كذا لانا افضل اكون شغال generic فانا هحط الكلام ده فانا انا هقول if reminder of n two ده كده الـ reminder ده الـ rem بتحسب لي reminder بتاع n لو divisible by two فلو انا n divisible by two ده الـ reminder بتاعها بzero يبقى معناها كده ان الـ n دي عادتهم even فكده يبقى الـ condition ده هيتحقق فيدخل في if condition طيب else يعني لو reminder ما طلعش بzero يبقى معناه كده ان اصلا عدد samples odd فساعدت هيعرف لي vector عندي بالشكل ده طيب كده يبقى احنا المفروض عرفنا كل vectors بتاعاتنا في time frequency time vector frequency vector انا سأرسم معاهم وحطلع معاهم من result بتاعتي فهل لحد كده في مشكلة يا شباب احنا المفروض الجزء سنقرره في الاربع سألة بعد كده لان احنا اي مرة هنرسم هنشتغل بنفس الطريقة في الاول هنعرف time vector وfrequency vector ملائمين يعني للsignal اللي هي given بالنسبة فلو حد مش فهم حاجة في الجزء ده شباب برضو يا ريت تسأله هو احنا هنعمل able df هنعمل able df ده سؤال كويس بصي دلوقتي مش احنا احنا بيقول الf vector ده هو vector هيبقى في كل samples هتبقى عند frequency كان بالضبط اه طبعا فانا هبتدي من negative o.5 fs وهتده افضل ماشي ب samples طب الفرقة بين كل sample والتانية ما هو ده df فانا لازم اعرف ولينا دي الstep بتاعتي اللي انا هجنريب بيها اصلا frequency vector عشان همشي بstep df لحد ما اصل ل o.5 fs minus df او يعني دي هحتاجها لما اجي ارسم في frequency domain مش time domain او في frequency domain مش في time بس احنا هنا عرفنا الاثنين بقى في frequency او في time احنا 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 شكرا شكرا طيب هالحد تاني شاب عنده سؤال طيب لو ما فيش سؤال خلينا نكمل طيب زي ما احنا كنا عايزين نرسم السيجمال بتاعتنا في time domain اول حاجة فحنقول كده ان الام هتساوي ونبتدي نفتح فيجر ونبلوت فيه الرسمة ونعرف شوية ال x label y label بتاعنا فاحنا بس هنرسم او نشغل الجزء ده من الكود احنا كده هنعلم على الجزء ده كده وندوس f9 فانا كده هدوست f9 مش f5 وهو بس هيران الجزء من الكود اللي انا معلم عليه فلما ليه كده ال run هلا ان هو طلع لي بس لحظة كده اول فجر اللي دي اهو عندي منها لها بالترمية عند 0.2 طيب لو عايز بالمرة بقى هتكل كده في تاني جزء في السؤال حيث عايزين نرسم موديل السيجنال بس يعني نخلص الحاجات اللي في ال time كلها مرة واحد فهو في تاني طلب في السؤال برضو يعني انا في اول طلب كان نرسم ال سيجنال دي كده احنا خلاص رسمناها لسه الموديل السيجنال هيرسمها بس هو كمان عايز نرسم ال سيجنال وال موديل سيجنال فعايزين كده نرسم بمرة السيجنال فزي ما عملنا المرة اللي فاتت هنستخدم فانشن FFT للمسيج بتاعتي بس هملا FFT شفت عشان بدلا ما بتدي يعني الخلي بتاعتي متوزعة من 0 لحد سوري من FFT لحد FFT لان FFT بتطلق لي بس ال سامبل من 0 لحد FFT فانا هعمل لهم FFT شفت عشان يبقوا كده مستغللين من FFT لحد FFT على 2 وزي ما اتكلمنا هنعمل سكيلينج بإن كسر بريوديك سيجنال عشان يبقى سيجنال سكيل بالفاليو المزبوط طيب فاحنا برضو هنعلم على الجزء ده كده لان هجيب FFT وعمله بلوت بالشكل ده كده عشان نشوف الابوت بتاعنا برضو فهيطلع عندي الاسبيكترم بالشكل ده فقبل كده ما نبص عليه احنا عايزين نبص واشنع متوقعين نشوف ايه بالظبط فدي كده هشرب المسج بتاعتنا في ال تتوقع اشوف الاسبيكترم بتاع الصاين ده بس اكيدا المفروض تبقى واحدة لفوق والتانية لتحت بس احنا بنشغالين دلوقتي على المجنيتود بس فانا مفروض فعلا اشوف عند FM والمجنيتوب بتاعهم لو انا خطت المجنيتوب بتاع كل واحدة فيهم بنص فخلينا نبص كده لطلع عندنا هيبقى عبارة عن ايه بالظبط هنزوم كده شوية على الكلام ده فحلاء اني عندي two impulses عند negative 100 و100 طب هما ليه شكلهم عامل تراينجل كده دلوقتي ده مش التراينجل احنا بنشتغل به لأ هو فعلا يطلع two impulses بس هالفكرة ببساطة لاننا دلوقتي انا عندي point هنا والpoint الثانية هنا يعني دي السامبل زي ده الفارع بين كل السامبل والتانية فهو اللي بيعمله ايه function plot بتاخد السامبل دي تأخذ النقطة دي وتوصل ما بينه فعشان كده طالع شكل تراينجلي بس هو المفروض يطلع عندي يعني هو اصلا هو impulse بس هو مجرد ال function plot اصلا بتوصل ما بين points اللي عندي طيب بعد كده هنأخذ الكارير برضو هنعرف الكارير بتاع كوزاين وبرضو ممكن نرسمه ونعمل الف shift بتاعنا عشان نرسم كمال ال spectrum بتاعنا يبقى كده برضو ان هنا رسمت الكارير وال spectrum بتاعنا فبرضو لو عايزين نشوف الجزء كده هنلاقي دي الكارير عندنا برضو هبقى عندي two impulse انه عبارة عن cosine وال two impulse بس المرة بقى around a 1 thousand ليه عشان around 10 thousand ودي طبعا الكارير عندي هلاقي sinusoidal signal بس نتيجة هي بتكرر كتير في الوقت بتاعي فهلاقي ان عندي sinusoidal signal بالشكل عادي فرص طيب بعد كده احنا كان اطلب في اول سؤال وفتاني او بارت كمان modulated signal و spectrum بتاعها وقارن البيكس بتاعة spectrum هل دي الفانيز المتوقع حوالا فهو اول حاجة شباب انا موديد signal في double suppress carrier انا بتحكي signal sign تضرب في carrier فالموديد signal المفروض بقى عبارة عن ايه نقول من شوية sine two pi f m of t cosine two pi f c t طيب لو ده wave form احنا قلنا استكلمنا عليه لو عايزين بقى نفكر مع بعض في spectrum فتتوقع spectrum عبارة عن ايه impulse shifted impulse shifted بالضبط ليه لان البساطة ده spectrum بتاع base band signal وده spectrum بتاع carrier فانا لو ضربت في time domain فكان في frequency domain بعمل convolution فانا كده عشافة spectrum ده around two carriers دول فمرة هيتشفتولي عند fc plus fm وfc minus fm وفي النحية التانية فمتوقع ان magnitude spectrum يبقى عندي حاجة بالشكل ده عندي impulse عند fc plus fm وfc minus fm وtwo impulse negative fc plus fm وnegative fc minus fm وطبعا ببقى اننا اصلا coefficient بتاع sine signal او spectrum بتاع في base band half فانا ما مضرب في كمان الماغنيتوب بتاع بيقل النص فهيبقى عندي هنا d coefficient a بتاعتي وطبعا عند الكارير ما فيش حاجة لان انا بعمل ضبط suppress carrier الكارير بعمله suppression طيب لو هبص على الكلام ده في time domain يعني لو كنت بدل ما اقول دائر كده انا عندي sine ده انا اعرف ده ده ال spectrum بتاعها فانا بحضر في time domain في cosine لو جيت حولت الكلام ده في time domain كله فهيبقى عندي sine مضربة في cosine فضربهم هيديني half sine المجموعة ناقص sine الفرق sine المجموعة ده اللي هو 2π fc زائد fm وصائل فرق fc minus fm فده كده هيديني two impulses اللي هما الاربعة اللي ظهروا عندي هنا دول فده كده ال spectrum اللي انا متوقع شوف طيب نرجع بقى نبص على الكلام ده في يعني عايزين نطبع الكلام ده في octave انا دلوقتي معرف هنا المسج بتاعتي ومعرف c فأنا كله عايز اعمله انه اعايز اضرب المسج في الكارير طيب انا ده عبارة عن فيكتور في 2000 بوينت عند كل طايم هو بيقول الكارير بتاعي يبقى دي بالظبط والم نفس الكلام علي عندي فيكتور في 2000 بوينت كل بالو بتاعتي او عن المسج بكان بالظبط فأنا ببساطة عايز اضرب كل في الفيكتور ده في الفيكتور التاني فعشان كده هعمل المسج ما بين المسج المسج عايز كل المسج تبقى المدينة السيجنال عندي فكده يبقى السيجنال التي ترتجبها في الTIME دومين طب في الFREQUENCE دومين انا خلاص مع السيجنال في الTIME هعمل FFT بتاعها كده عشان تبقى سماترك around Y axis واعمل بردو scaling ب الن يبقى انا فماني كده نبص على الWave Form والSpectrum هدي الWave Form هنلاقي ان احنا الSign signal بقت اكتز envelope للCosine لو جينا نقارينا كده بالشكل اللي احنا كنا نبصين عليه هنا هنرجع نجيب ده كده تاني هيطلع ايه الشكل اللي احنا كنا متوقعين ه بس طبعا مرسوم بشكل منطق شوية والMaximum الValue عندي فعلا بوام طب لما اجيبص على الSpectrum هادي كده الSpectrum عندي هادي كده الSpectrum ما كنت متوقعه وهادي الSpectrum اللي طالع عندي هزوم كده شوية عشان ابص هلاقي ان انا عندي two impulses عند العشر تلاف اللي هما الاثنين اللي كانوا هنا دول ولو اجيبص على negative ten thousand هلاقي برضو عندي two imposes طب الValues تلافتهم بكم بالضبط خلينا كده بقى نزوم تاني شوية بس هلاقي اننا الValues دي الاربعة Pix عند الO.25 اللي هي الValue لو نزوم اكتر كمان يعني هتلاقي 0.25 بس هي طبعا الScale يعني الY Access محتاج تزبط شوية بس هنا هتلاقي الValue دي عنده الO.25 اللي هي الاربعة values اللي أنا كنت متوقح هل في مشكلة شاب في جزئيتي في كتابة الكودة أو الحاجات التي طلعت ليه طلعت بالشكل ده طيب هوا احنا جبنا الSpectrum بتاعهم ازاي معلش طيب جبنا الSpectrum ببساطة انا عندي الMessage هي عبارة عن الموديد سيجنال هي عبارة عن الM في الC هاخد الM في الC دي اللي هي الS هاجيب الFFT بتاعها برضو عادي خالص يبقى هعمل الFFT للS بس الFFT بتطلع الSpectrum يعني بداية من 0 لحد FS بس انا عايز نشوف الEVEN Spectrum اللي هو من FS على اثنين للFS وانعرف انه هو بيبقى image فعشان كده استخدمت الFFT Shift D وبعد كده مجرد عملت scaling ليه عملت scaling عشان يبقى البيكس بتاعتي اللي بتاعتها منطقية مش values كبير قوي لان الFFT يعني نفسها ما بتقسمش على واحد على N زي قانون DFT فعشان كده بنعمل scaling ده زي ما اكلمنا او زي ما شرحناه في الSection بتاع التعامل اللي فاتت الTS احنا لازم بنقسم على الFC ولا عادي ممكن نقسم على value اكبر منها الTS هنا هل ممكن نقسم على value اكبر من الFC بصي لو اسمتي على value اكبر من الFC تمام هتلاقي ان انت هتخذي في الجزء ده او يعني هتخذي هنا طبعا samples اكتر بكتير وaccording لانا برضو بتخذي اكتر من كتير يعني انت انا متوقعة او احنا شغالين بي ده احنا واغدين في ال واغدين في 10 سايكل واحدة من 10 سامبل فانت لو زودت عن كده تمام بس انت اصدق انت مش عايز تخليها اصلا في الFC لا او كنت عايز اعرف اذا كانت دي حاجة المفروض التزم بها اللي هو لازم اقسم على F عشان اجيب عدد السامبل زي بص يعوانتي كده كده محتاج ان يكون عدد سامبل كتير جوه الكارير انا بس لو جيت كبرت الكارير ده كده شوية عشان ارى اشرح عليه يلا اعتبرت ده الكارير بتاعي فانا محتاج اخد هنا سامبل كتير من الكارير عشان تبقى السامبل زي انا هتبت تعبر على السيجنل بشكل مضبوط تمام فانا هعمل ان انا حياخد يعني عدد من السامبل عشان كده دايما بنخلي مثلا او يعني فراكشن يعني وطيف ربقو حاجة يعني من من الكارير تمام تمام او بس طيب بصوا اخر بارت في السؤال ده كان بيقول ان هو عايز نعيد نفس السؤال بالضبط في حالة ان الكارير فريقوانس هتتحول بقو 0.5 كيلو هيرس والباس بان فريقوانس تبقى ب10 هيرس تمام وهو بيقول هنا هنت ان انا ظبط بقى التايم ستيب والتوتال سيميليشن تايم بتاعي طيب هيا الفكرة في ايه نفترض كده ان انا كنت مخلي ان التوتال سيميليشن تايم بتاعي ان انا هرسم يعني مثلا كنت في الاول الف مد بميت هيرس فانا واقف عند تايم 0.01 seconds اللي هو الـ تمام تمام مخلي يعني ان انا في كل الـ دي بدخل عوض بالـ معينة يعني مش معرف هنا ده الف مش معرف لي ها وباخد ها هي دي اللي بعوض بها في كل الف يعني مش مثلا بولي النتي عبارة عن اثنين على الف م وكزا لا انا كنت مثلا معرف النتي دي هي عبارة عن اثنين على 0.01 اللي هو الTIME اللي انا عايزه اللي هي 10 ميلي طيب دلوقتي لو انا كنت عامل كده ومت مغير في الـ واشتغلت هلاقي ان الTIME اللي انا معرف ده حاليا هو انا هنا الـ F اما عندي بقت ب 10 هيرتز يعني الـ cycle الواحدة محتاج وقت 0.1 seconds فكل الوقت اللي انا شغال فيه هو انا لسه في بداية الـ انا اصلا مش راسم cycle كاملة واحدة منها حتى فعشان كده هو في السؤال ده بيقول لي عدل الTIME ستيف و السيميليشن تايم بتوعك عشان يبقوا متوافقين مع الـ signal او الـ بتاعة الكارير والسيجن الجودات بس بان انا شغال جينيريك يعني انا اساسا معرف الـ بمية والـ بتين كيلو هعرف بالـ جيدة الـ بعم 10 والـ بقصم 100 الـ بقى الـ الـ اللي كانت هنا دي هتقضيت نفسها بنفسها لما بتدي اشتغل فلما اي كده بعد ما عدلت خلاص الـ وادوس run وبقى كده هيتطلعلي كلها طبعا لانا نكون رسمينهم قبل كده ما فيهاش اي مشكلة ايه تاني عايزين مثلا كمان نبص على الـ بتاعة المسج هفوض ده 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 نعطين المسج بتين هيرتز طبعا بص كده عندي بتين هيرتز وهكذا فهبص هلاقي كل يعني هادي كده سيجنل والسبكترم بتاعها عايز بص على الكاريير بتاعي هادي كده الكاريير بتاعة السيجنل بتاعة الـ وهدي كده الـ بتاع الكاريير جديد عند الـ 500 عايز ابص على الموديلات السيجنل ادي موديلات السيجنل ما فيهاش مشكلة عايز ابص على السيجنل بتاعها هادي السيجنل بتاعها علاء ان انا الـ بتاعتي بـ 500 و المسج نفسها بعشرة فعلا ان عندي عند 510 490 كل حاجة تصبطت مش بحتاج ارجع على حاجات او ازبط عجلت في الكود ليه عشان اصلا اشغال بكود جيناريك كل الـ اللي عندي هي اصلا مكتوبين في الـ فم وال فانا منصر ان غيرت دول البعيين هيتعدله على اساس فهل حد عنده سؤال لحد جدا شباب فقوم السؤال ده لو عندكم سؤال اسأله انا عندي سؤال سؤال في الكود بس اتفضل اعطال الجزء اللي هو بتاع بوكس اوف ده بيعمل ايه بوكس اوف ده ببساطة انت لو جيت كده هنا انت هنا بيبقى عندك ساعات يعني هنا ما كنتش خاطر بوكس اوف هتلاقي ان انت شايف في السيجنال كلها اقتضى في شكل بوكس بوكس اوف هنا انا الو 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 هتلاقى نشهد بوكس اوف فهو شلي البوكس اللي كان حضرت في السيجنال بتاع تيبس ده الهدف كله منه يعني انت 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 موجود في الفيجر ده حطيت بوكس اوف فاتش بس تاني سؤال تاني سؤال بيقولين انا عندي عندي بس المرات بنتكلم على ريسيفر فبيقولين عندي بس 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 و انا مش اي اللي بس بس سيجنال بكان بالزبط او هي عبارة عن اي بس هو بيقولين ان هي فهو كده موضح ان هي يعني عبارة عن سيجنال لها single او single frequency فدي ببساطة هتبقى ساين السيجنال تمام فهو دلوقتي ميديلي وبيقولين هي وهو بيقولين بيقولين طيب يبقى هو الحد كده قبل ما بص اصلا على الطلبات انا بتكلم على ان هو ميديلي already modulated signal فان السيجنال given بالنسبة لل s هتبقى عبارة عن m في cosine 2 pi f c وهو بينه ان هي عبارة عن sinusoidal signal فدي كان sine 2 pi f m of t في cosine 2 pi f c of t فعني قبل كده ما اشتغل هو دي ال s of t اللي عندي لك نفس السيجنال اللي فاتت فانا متوقع ان ال spectrum بتاعها و magnitude spectrum بمعنى صح اللي هو نفس الشكل اللي احنا كنا رسمين وفي السؤال اللي فات تمام فده كده هن خلي دلوقتي معنا على الجن طيب بيقول لي بقى موديليتور عشان تضرب في نفس الكاريير بالزبط وبعد كده باعدي الكلام ده على الو باس فلتر عشان ارجع ال original message اللي عندي طب هو طالب ايه بيقول لي عايز يرسم spectrum بتاع signal بعد product موديليتور يعني عايز نرسم spectrum بتاع signal هنا after product modulator في الجزء تمام وفي نفس الوقت برضو اكمبير البيكس زي ما اشتغلنا المرة اللي فادت فقبل ما نكونش نحل احنا مفترض ان احنا هنكون عارفين او متوقعين اللي هيطلع بالزبط يعني دلوقتي مدخل spectrum بتاع الموديليتور signal اللي هو ده على product modulator وبارة عن modulator او يعني product بيضرب الاس وفتي دي في كوزاين والكوزاين انا كده كده عارف نتاح يبقى شكل spectrum بتاعها عندي عند fc و negative fc two impulses عند half و half فكده انا لو دخلت spectrum ده على product modulator وضربته مع الcarrier ده متوقع ان اشوف ايه او ايه اللي يحصل تمانية impulses تمانية impulses طيب هو اول حاجة احبو طب بالراحة كده ومش هو في الاول انا انا اريد اتنظر عدو ما ادي هو انا لو دخلت ال sign دي على الcarrier فانا كان في frequency domain ه convolute f مع spectrum ده فانا ما بعمل convolution مع cosine بيعمل في spectrum بتاعي بيشافتها مرة ايه صح بيشافتها عندي fc و negative fc فيبقى انا كده ان انا هشافتها ب fc فهيجيلي هنا بالشكل ده طب والمرة التانية او السبكترم التاني لما شافت ده برضو ب fc فهيجيلي هنا كده يتجمع على ال spectrum اللي كان جالي عند origin وبرضو هيتشافت عند negative 2 fc فهيجيلي هنا كده فانا كده لما شافت ال spectrum ده كله ب fc هيجيلي two impulses عند 2 fc او عند معنى صح 2 fc plus fm يعني 2 fc minus fm وهيجيلي two impulses عند around origin اللي هما عند fm و negative fm اللي هو كان عند negative fc plus fm ده لما شافته ب fc هيجيلي عند fm واللي negative fc minus fm لما شافته ب fc هيجيلي عند negative fm هنا وفي نفس الوقت لما شافته بالناحية التانية بال negative هلاقي إن ده كله هيتشفت عند negative 2 fc هنا كده واللي كان هنا هيجيلي مرة تانية عند ال origin فالتنين دول هيتجي مع على بعض طيب ال coefficient هتبقى بكام ده المفروض كان 1 over 4 وده 1 over 4 ففي العموم 1 over 8 طب اللي كان في النص وما برضو يكون 1 over 8 بس أنا هجمع ده على ده فهيبقى 2 1 over 8 فهيطلع عندي ال spectrum ايه حاجة بالشكل اللي قدامي ده طب لو عايز أبص عليهم باستردام الإ مش أنا تدير موديلات السيجنال بتاعتي اللي هي دخل على موديلات sine 2 by f m t في cosine squared cosine squared هفكها لنص الفرق زياد نص المجموعة فكأن كده عندي sine 2 by f m of t مضروبها في واحد زياد cosine 4 pi f c of t هديني هف sine 2 pi f m of t زياد sine في cosine اللي هديني sine الفرق همصولي sine المجموعة ناقص sine الفرق فيبقى ده كده اللي عندي بعد product modulator طيب لو بصيت عليها عندي sine هديني بنص يعني هديني 2 sorry هديني 2 impulses دول بعد كده دي عندي sine فهديني 2 impulses عند 2 f c plus f m و negative 2 f c minus f m وال term ده هديني 2 sine عند 2 f c فدول الاربعة impulses اللي موجودين عندي هل في مشكلة او في اللي احنا متوقعين ونطلع عندنا يا شباب طيب 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 عايزين اول حقا كده نرسم الاسبكترم بعد product modulator باستخدام الا octave فنا دلوقتي مبدئيا انا عايز اكون اصلا ال اللي انا هدخلها لل product modulator وكون carrier بعد كده اضرب الاثنين في بعض واشوف الاؤبود ده في frequency domain عامل ازاي فعشان نعمل الكلام ده نروح بقى كده على تاني question برضو اعرف في الاول clear وclc وclose all وحنعرف هنا البرامج نفس اللي احنا كنا قلنا عنه وانا ال fm والfc والsambling time والduration بتاع simulation والnumber of samples والtime vector نفسه اللي ها استخدمه والstep بتاعت frequency والsambling rate والfrequency vector سواء لو انا كنت even او كنت وبرضو هعرف المسج في base band عشان اكون منها موديدة signal اصلا فده نفس الكلام sign واجب الف t بتاع عشان اجيب الfrequency response فكل الكلام ده انا لسه بعرف m of t بعد كده هعرف هنا الكارير بعد كده اقوم ضرب المسج في الكارير زي ما عملنا عشان اكون اصلا الموديدة signal وده اصلا اوبط لانا مش طالب منه بلوت حاجة فبس خلينا نعمله ران كده الاول طيب بعد كده هدخل بقى في جزء الريسيفر طب انا في جزء الريسيفر افروب بعمل ايه باخد الموديدة signal اللي احنا زي عمل لها generation دي اضربها في الكارير يبقى هاشتغال بنفس الطريقة هاخد اقول عامل scaling ب 1 over n يبقى انا كده جبت الميكسر بعد الميكسر في time domain وفي frequency domain هبتدي عمل لها بلوت واشوف ايه بالظبط فلو جبت كده الجزء ده وعملت له بلوت هلاقي ده البيت اللي طلع عندنا خلينا كده نبص هلاقي عندنا ايه two impulses عند ال بيس او يعني اثنين عند اثنين اف سي لا احنا كنا مفروض شغالين عند عشر تلاف فعند عشر تلاف و نيجاتيب عشر ألف لان نفسها كانت ب عشر تلاف زي ما مكتوب هنا كده يبقى ده كده السبكترم اللي طلع عندنا هلا حد كده في مشكلة شايف في الجزء ده كده أنا تعمين طيب طيب كويس جدا طيب ايه اللي بعد كده مطلوب في السؤال بيقول لي عايز يشوف بتاعة اللوباس فلتر ده اللي هو موجود في الكوهيران دي تكتور وعايز يرسم السيجنل بعد اللوباس فلتر versus الطايم يعني عايز يرسم بتاع ال وفي نفس الوقت أو في نفس عايز يرسم معاها يعني من آخر كده عايز يشوف هاي 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 بس قبل ما اعمل كده انا محتاج كده شوف هو اللوباس فلتر هيطلع لي او سوري اللوباس فلتر هيكون فين بالزبط فأول حالة كده خلينا بس نمسح الجزئية دي او الشغبط اللي احنا كنا مشغبطين ادي واحدة وادي التانية زي مؤنة ده وده وبرضه عشان احنا ما بصناش على لما نيجي نبص كده هنا هنلاقي فعلا ان عندنا الته دول ودول المفروض حيب اللي هي طيب دلوقتي انتو المفروض اللوباس فلتر انتو عايزين يعدي ايه وي ي ي يعدي ي عايز يعدي لي كده الجزء ده وي ي فمتوقع كده الهدف اللي انا عايز اوصل له يبقى عندي حاجة بالشكل ده فانا عايز اكون لوباس فلتر عشان يعدي لي الجزء اللي احنا عاملينه ده او اصح اقول فلتر يعني عايز اكون فلتر ده الريسبونس بتاعه constant من negative fm ل fm one وي بقيت ال spectrum بتاعه بزيل طيب هنعمل بقى الكلام ده ازاي بصوا معايا شباب دلوقتي انا حرف ال H يعني ده المفروض ال variable اللي هعرف فيه frequency response بتاع الفلتر تمام هنعرف ازاي هكت ال F ده لو نفتكر كده هو frequency vector بتاعنا فهو المفروض بادي من negative fs على 2 لحد fs على 2 طيب هكت ال absolute بتاعه لازان دي دي المفروض زي comparator في الاكتاب فهو كده كده هل هو اصغر من 110 110 دي ايه لو نفتكر كده ال F ما احنا كنا نحط نحط ها ب100 تمام هقول لكم دلوقتي احنا عطينا ب110 دلوقتي بس يعني احنا كده كده عايزين ناخد الباس بان فلو هو دلوقتي عندي frequency vector ده كبير كده يا لو هنفتح ه كده ده في كل ال Values اللي انا بقيس عندها فهو هياخد ال Absolute بتاع كل ال Values دي ويشوف هل كل Values فيهم اصغر من 110 او اكبر لو طلعت اصغر فيبقى كده ده هيبقى true فحيطلع value one طب لو اصغر اصغر اكبر من 110 فحيبقى false فحيطلع لي zero فكده ال H ده هيبقى براعا ايه هيبقى براعا Victor ال Values اللي هي ما بين negative 110 لحد 110 هتبقى ال Values دي true يعني بوحايد بقية ال Values هتبقى بصفار طب ليه من negative لان انا اساسا واخد Absolute فلو جينا كده نرسم او قبل ما نرسمه هل حد مش فهم الفكرة دي او او ايما زي ده انا كونت الفلتر بس لقى ان هي مبرا يعني لقى ان هي مش اصغر من 110 هايامل ايه بقى بص يعني ها دلوقتي يعني خلالها كده ايه نفترض سريعا كده دلوقتي مثلا افترض ان عندي negative 200 negative 100 zero 100 200 مثلا تمام كده كده انا باخد ابسليوت بتاع الكلام ده كله فكده عندي هنا 200 100 zero 100 200 فانا بقول له ايه لو ابسليوت يا ده كده المفروض بالنسبة لي اللي هو ابسليوت الف فبقول له ابسليوت الف اصغر من 110 يعني كده بقول له check ان ابسليوت الف اصغر من 110 لا فهو بيت check ولو الكون ده تحقق حيحط true يعني one ولو ما يبقى فالسي فهيحط لي zero فبالنسبة له حماية check هنا هيشوف ابسليوت الف اللي هو اصغر 110 فهيطلع لا فهيحط هنا zero طب ده هلي اصغر فهيحط one ده one ده one ده zero فيا كده لما جرس من اله ده هيبقى عبارة عن ايه كل ال برضو هيرجع مرة تانية لزيد فبعد كده ال response اللي هيطلع عندي تمام يعني لو كلهم اصغر من 110 ده هيطلع لي بلوت فاضية مفهش اي حاج لا لو كلهم اصغر 110 هيطلع للك كلهم واحد هو بتشك لو انا هل الابسو بتاع الف اصغر من 110 فلو ده تحقق حيكتب one اصغر لو كلهم اكبر يعني ما تحق اخذ في اي رقم بالظبط هيطلع لي كله بزيد تمام تمام فلما نجي نرسم الكلام ده نحن خلاص خذنا ال h هو بعد كده اخذنا ال absolute بتاع ال h لان هي ال h هتبق لها ريال فمش محتاج اخذ ال absolute بتاع ها يعني بعد كده ده كده اللي طلع عندنا هللاقي ان الجزء ده انا في one اللي بقى كله بزيد طب احنا ليه بقى لك كنا بنخليه بمية وعشرة عشان ببساطة هو لو كانت عنده نقطة يعني لو كنت نخليه بمية النقطة دي يعني هتبقى عنده هل هي هتبقى بواحد ولا بزيد تمام فعشان كده بعد كده الpoint اللي بعد هي اللي تبقى بزيرو فيبقى الslope ده بعد الميل تمام لان في الاول وفي الاخر هو اللي موجود عنده هو هنا شوية points هو يوصل ما بينهم فالنقطة دي بواحد والنقطة دي بزير ويوصل ما بينهم فمش هبقى نزل الاد الاند برسات طيب ده كده الفلتر عندي طب انا دلوقتي في السيستم انا المفروض ده اعمل ايه اصلا ال 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 ده هقوم ضربه في الفلتر بتاعي فيعدلي الجزء ده وي ي طب هل ال بتاع ال يعني انا اضرب انا محتاج اعمل ال ف يعني زي الشكل ده هاخد ال 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 بتاع الفلتر اضربه في ال بتاع المسج بعد ال و بعد كده بقى عايز اجيب المسج في ال ال هامل لهم ال و ما مشكلة بس عشان انا فاعمل ال 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 ده هل ده متحقق لو بصيت في ال هل متحقق يعني لو جيت كده انا بصيت هلا ال 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 بتاع اهو و ال ال جي اهي برضو الصيز بتاعها بقى الفين طب ده الحقق ازاي اللي فادني هنا ان انا ازان معتمد على ال يعني انا بقوله تشيك كل ال 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 فعشان كده ببين انا هل تطلع تبقى بنفس الصيز بالزبط طيب فهن ها اعمل ال مع بعد اعمل انفرس فالسفور ترانسفور وانفرس فالسفور ترانسفور وبدل ما كنت بسكيل في الف الف تي ب one over n هسكيل بقى n فكده يبقى رجعت المسج بتاعتي في time domain وهو اعمل بلوت للمسج اللي هي received اللي هي retrieved message وبعد كده هعمل hold down عشان ارسم المسج الاصلية اصلا عشان اقارن الاتنين ببعض فلو كده هنرن الجزء ده هيطلع دول اللي عندي خاليني بس اكبر كده بتاع البلوت شوية او عشان ايه تشوفوه اشي ونرن بقى كده ايه ولا ولا ايه ولا ايه ها رسم وردي طيب كنه يقفل كده لشانه هو مش عارف معلق ايه اران كله طيب ادي كده ايه اللي عندن هنلا ان ال دي السيجنال اللي احنا رجعناها اللي هي السيجنال الزرق والسيجنال الورنج او الحمرة دي هي المسج اللي احنا اساسا نبعتنى فلاقي نيا نفس المسج مجرد حصل لها سكيلينج طب ليه حصل لها سكيلينج عشان لو نرجع كده نفتكر هنحن لقي ان ده الجزء بتاعنا اللي هو من الفورم اللي هو المسج هتبقى لما نرجع للكسة الاصلية هتبقى نص ونص فعشان كده السيجنال معمول لها كلها سكيلينج ب نص زي ما ظهر عندكم كده بس انا رجعت بالضبط ما فاش مشكلة كمسج بس مجرد محتاج اعمل لها سكيلينج او او زبط بتاع الكارير بتاعي فلو حتى عنده سؤال في الجزء ده او في السؤال ده برضو شباب يريد تسأله ولو مش فاهمين برضو حتى يعني لو يعني اسأله اه احنا عرفنا بنحدد الميل على اساس ايه الميل بتاع الفلتر الميل بتاع الفلتر هنا انت انا مش انا مش بتحكم في الميل بتاعه بقدي ايه السببب انا مش مهتم بالميل بتاعه بسبب ليه لان انا دلوقتي الجزء اللي انا عايز اعدي انا فيه فاللي بعد كده ده مش فارق معي في حاجة يعني انا مش بسيطة انا بعمله بعمله بتاعه بكم في المية عشان يقليلي 20 دي بيف اللي اكتر من المية انا اصلا مش مهتم بأي حاجة بعد المية انا انا بالظبط فهتظبط ان هو يبقى اعلى حاجة في الفلتر اكبر من مية لان انت دلوقتي ممكن يعني لو عايز تخليها بدل ما تخليها مية وعشرة انت كده كده عايز اي بعد المية في تمام فانت مش انت عارف ان الستيب بتاعتك اصلا دي اف اي فانت كان ممكن تقولي هنا ان انت ده عبارة عن ابسليوت الاف اصغر من انت عايز مية اللي هي اف ام زائد دي اوف اف اف فهم قصدي لو عايز تخليها بس يعني هلو اثبت اذا عملتها كده هتثبت مش هيبقى في حتة كده متشالة في الاخر عشان ميل ولا خلينا نجرب مع بعض ماشا ادي كده والفلتر نفسه اه من 100 لحد 100 اه بس اخلي بالك من نقطة هنا بس في مشكلة ان انا كابسليوت محتاج بقى اخليها كرينج يعني يعني الف م زائد د يعني انت دلوقتي نخليها 100 وال د عندي بكام ال د عندي ب 50 ف هتلاقي ان انت عندك هنا يعني كده كان يقول ان انا عايز ان د 150 تمام فلو هو عنده في يعني 150 د اصلا مبوضة فساقيتها هتلاقي انه حصل shift لل filter ككل هو هيفضل valid بس هو وكده مش اصح حاجة فالتقال لهو كده انت عايز تتأكد او بتاعتك تتأكد في الاول هل انت ال step دي هل هي لو انا even هشتغل بطريقة ولو انا هشتغل بطريقة تانية عشان العسب بقى step اللي ممكن تعمل كده يعني لو عملت كده هيطلع لك برضو رزل صح يعني انت خليتها equal 100 هيطلع لك برضو مظبوط تمام بص هيطلع هتطلع عندها بالشكل ده تمام فمش هتفرق في حاجة تمام شكرا شكرا يعني دلوقتي دي كده هتلاقي النقطة دي بس لا مش هعرف نزوم او دلوقتي عشان كده انا هزوم اوت من من جزء لفوق مش هارف يعني ممكن كده تبلك شوية يعني بص هادي كده هادي النجاتف 100 لا المقطة دي تمام ولو رجعنا كده مرة تانية الف ام زي دي وف اف دي كده انه اصلا العدد عندي even بص يعني هادي كده هادي كده النقطة اللي عند المية بس النجاتف المية اللي فيها فيها عند شايفت محتاج عليها عشان هي النقطة مش ماشية تمام طيب هلا حد جدا حد عن سؤال يا شباب مهندس هو تحت في الكود او احنا ليه عملنا انجرس وليه تانسفور مرتين شباب لا هو مش مرتين هو فاكرة هنا مش بعمل فاكرة الاول بعد كده ده بيجيب لي من زي الحد فاكرة وبعمل فاكرة عشان رجعهم انجرس فاكرة على اثنين فاكرة ما عملنا هنا انجرس رجعناهم مرة تانية بعد كده عملنا الانفرس فاكرة فاكرة مصدي بس تمام طيب هل حد ده عن سؤال تاني شباب الجزء اخش على السؤال اللي بعد طيب لو ما فيش اسألة اخش على السؤال اللي بعد طيب السؤال اللي بعد هنا هو بيكلم على بيقول لي ان المساج بتاعتي مفت مفت هي عبرة عن جين وفت حد يعرف ايه الجين وفت دي يا شباب تبقى المسج هي جينو دوف تي بس هي مش جينو دوف تي كونتينيوس أو يعني مش مكمل إلى معنى نهاية هي بيقولي إن الامو في تي هي جينو دوف تي من تايم زيرو لحد تن وبقية المسج هتبقى بصفر فيبقى كده الامو في تي بالنسبالي هي مسج بالشكل ده جينو دوف تي من زيرو من تايم زيرو لحد تن وبعد كده بتكمل بصفر تمام فهي كده هتبقى نون بريودك سيجنر طيب أول طرف في السؤال عايزني أرسم الامو في تي والسبيكترم بتاعها فيبقى أنا دلوقتي عايز أرسم السيجنل دي والسبيكترم أنا معرفش البيسل فانكشن الاسبيكترم بتاعها إيه بالإضافة أن أنا معرفش البيسل فانكشن بعد يعني الطايم من زيرو لتن وبعد كده هبقى بصفر الاسبيكترم عمل إزاي فالمرة دي ده هيبقى شوية فايدة بقى السيميليتور إنه إلا حاجة أنا مش عارفة هو إيضا يطلعهم فأول حاجة أنا هرسم كده المسج في الـ time domain وطلع الاسبيكترم بتاعها طيب فلو جينا كده في السؤال ده هلاقينا احنا بلاقول برضو clear و close all بس مجرد هنا هزودنا كده كوماند جديد اسمه package load signal دي كده شباب ببساطة إحنا عايزين نعرف أو عايزين نستخدم زي library في الأكتيف اللايبري دي جواها البيسل فانكشن يعني أنا مش عادة أكتب البيسل فانكشن كإيكويشن لأ أنا عبقى زي كده ما بقول مثلا إن المسج هو عبارة عن sign أنا برضو اللايبري اللي اسمها signal دي فيها فانكشن باسل فهي بجريب باسل فانكشن بس محتاج في الأكتيف إن أنا أعمل لها load الأول عشان يعرف يعمل لها كوم طب بعد كده شوية الparameters برضو اللي هنا دول اللي هي نفس اللي كنا اتكلمنا فيه قبل كده بعرف الcarrier frequency والsampling time ونفس الكلام بس لو رحزتوا في السؤال هنا هو مش مديلي أصلا أي معلومات لعن frequency بتاعت الكارير ولا الsampling time يعني الحاجات دي كلها هو مش مديهاني فأنا حطينا كده two values إن الكارير frequency ب1 في 10 power 4 وlts sub 0.01 تمام ليه لأنه مش مديلي أصلا value محددة طب هل الtime step دي لازم تكون صح؟ لا هي ممكن ما تبقاش صح ممكن مثلا تبقى الrate بتاعت التغير بتاع الكارير يبقى أكبر أو أصغر بس يعني أنا اللي حطت frequency carrier من مزاجي يبقى lts دي المفروض زي ما كنا كده شغالين هنا إن أنا بكتب lts function في frequency carrier المفروض تبديني إيه شكل مصبوط طب lts برضو أنا حطه بمية طب مية ده كبير ولا صغير هو بمأنه هو في السؤال كان قايل لي إن المسج من 0 لحد 10 فنازم الجزء ده كله معايا بعد كده أنا كملت كمان لحد مية لأنه مش محدد لي وقت محدد إيه أشتغل بيه وبقيت بقى البكتورز بتاعتنا اشتغلنا أو كوناهم بنفس الطريقة طب بعد كده هنبدأ نكون البس بان سيجنل فحلاقي إن إحنا بمستخدام لقيه الفانكشن اسمها بس الجي لقيه إن أنا بكون البس الفانكشن وبدخلها two parameters 0 والتين تتوقعوا كده إيه إيه إمبوس إن أنا بدخلها لها دي يا شباب ما عارش أي سؤال دي الorder بتاعها zero ده الorder بتاع البس الفانكشن تمام والتين time vector بالزبط هو السؤال كان ببساطة إن أنا بس الفانكشن دي هي فانكشن زي كده أنا بقول sign حاجة بس الفانكشن دي فانكشن فأنا بدخلها two parameters zero وتين الزيرو ده هو الorder بتاع البسل أنا عايز جي zero ولا جي وان ولا إيه بالزبط والتي ده هو ال time vector اللي هيرسم معاني فكده هو حيكون لي البيس الفانكشن ويسايفها في variable اسمه أو في فيكتور اسمه V بعد كده هعمل بلوت طب أنا كده هل أنا عرفت له إن البيس الفانكشن توقف عند time zero آه سوري عند تي والتين لسه لا لسه أنا كل أنا عملت وقلت له إيه كويلي بس الفانكشن تي من في time vector وtime vector ده أنا معرفه لحد مية لإن أنا قلت إن تي كابتال عندي بمية تمام فهو كده حيكون لي البيس الفانكشن في الأول فلو هنرسم كده البيس الفانكشن قبل ما نعملها limiting يعني هكده نسميليت الجزء ده هلاقي دي البيس الفانكشن إيه اللي طلعت عندنا بيس الفانكشن مكملة حد time 100 زي ما هي ما فيش مشكلة طب أنا عايزة تبقى limited لحد 10 بس فهعمل الكلام ده إزاي هستعين كده بنفس الفكرة اللي استخدمتها وأنا بكون اللوباس فيلتر هقول هقول له إن أنا عايز الام الاندكس يعني اللي بعد time 10 يبقى بزيله فهعمل إيه هقول له M of T greater than 10 T greater than 10 ده برضو condition فهو هيتشيك الأماكن اللي T فيها أكبر من 10 في الم فيكتور يعني هو بمعنى صح هيبص على T فيكتور يعني هشوف كل value فيه هل أكبر من 10 أم أصغر فالأماكن اللي أكبر من 10 هيحطها في وحايد واللي أصغر من 10 هيحطها بصفار أو بفولس فكده كأني بكون على الأماكن اللي في الام اللي تبقى ال time فيها أكبر من 10 فأنا بقول له حط كل ال values اللي عند time أكبر من 10 في الام تساوي صفر طب وبقية ال values هيحط فيها ال values اللي هيك هتقدرتي موجودة فيها اللي هي ال values بتاعة البس فلما نعمل الكلام ده ونرسم السيجنال بتاعتنا في ال time domain أنا هارجع طبعا لل فوليرت نصفهمه ده مرة تانية بس خلينا نبص الأول على السيجنال بتاعتنا في ال time domain ونبص كده اللي هيطلع عندنا إيه بالضبط هيطلع عندي السيجنال بالشكل ده بس الفونكشن لحد time 10 بعد كده البقية كله حطه بصفار هل في مشكلة كده في رسمة السيجنال في ال time domain يا شباب طيب في ال frequency domain بقى نفس الكلام هنعمل FFT للمسج بتاعتنا في ال time domain بقى كده نعمل FFT shift بس الاختلاف المراتي في حاجة واحدة لو تفتكروا ان احنا قلنا في الأول ان السيجنال بالشكل دلوقتي بقت non periodic signal واحنا المفروض لما بيجي في ال FFT بنعمل scaling لو أنا periodic signal بعمل scaling في وانوفر ان زي ما كنا شغالين في الأسئلة اللي فاتت كلها كلها كالب periodic لو أنا non periodic signal بعمل scaling بال step والstep عندي اللي هي المفروض ال T of S فأنا كده حعمل scaling بال T of S عنده مش بال N سوري مش ب one over N فأنا لو periodic signal بنعمل scaling ب one over N لو أنا non periodic signal بنعمل scaling بال T of S طب سريعا كده والحطة دي مش عليكم انها دي function يعني اللي هي علاقة بال FFT بس عشان ريت اتنين كده ببعض بسرعة انتو لو بوسطوا كده هنا احنا كنا بقول لل N بالنسبة لنا هي عبارة عن T على T S صح يعني انتجر values من الperiods فلما كنا قبل كده بنشتغل periodic signal فكنت ممكن اعمل scaling بال one over N وخلاص بس دلوقتي بقيني بيت من periodic فأنا أصلا التيدة مش بيمثلي periods من السيجنال فأنا محتاجة أعمل scaling بال T of S ده عشان يحافظ لي على ال scaling يبقى ب value مضبوط بس مش هندقل في details قوي أكتر في الجزئية دي لانها مش عليكو قوي يعني بس لو حد عنده سؤال لحد كده يا شباب برضو تسأله ممكن سؤال بشوانت دلوقتي من بتاع one over N مش كده هتطلع في الآخر F على F S هي كأنها normalized frequency هتطلع F يعني ان T بتساوي T على S كأنها F على F S طب ايه المشكلة ما هي التي عندنا هي بالنسبة لنا هي يعني هي أنا مش هم تعصدك بF بس يعني هل الF ده الF vector أو الF M لا التي S على T لما حضرتك كنت بتشرح one over N طب هو دلوقتي one over N مش لحظة one over N زي ما كنا بنقول كده هو برا عن التي S على T التي ده مش time vector التي ده هو فأخر point أنا يعني برسم عندها يا دي value الداسكيلر value مش vector آآ آآ تمام كده فهو يعني كأني بقول إيه إن أنا مثلا برسم أو برسم cosine مثلا كده مثلا فأنا بغض نظر أنا هرسم كام cycle منها بس أنا آخر point دي اللي هي T طب وما إن أنا برسم period يعني برسمها كperiodic signal يعني ما نفعش أقول إن أنا هخلي التي ده أو برا عن حاجة بالشكل ده كده فكده ما برسم periodic signal بالنسبة للمتلاب لأن أنا ما خدتش periods منها كده ما قضي ما مش مانتس ماشي طيب ماشي خلينا طب نكمل كده يبقى إحنا رسمنا السيجنال بتاعتنا في ال time domain عايزين بقى نرسم ال spectrum خلاص أنا معي أسانا إحنا قريدي هنا جبنا ال FFT بتاعها يعني إحنا بس ما لشنا دخلت في كود تقني إحنا هنا جبنا ال FFT بتاعها خلاص مغرب بس هلسم ال spectrum بتاعي طب ال spectrum زي ما قولنا إحنا مش عارفين حيطلع إيه بالزبط فلما نين كده بقى نبص عليه أنا وردي عارس مو قبل كده أملا هلنجليه خلينا نرى نجد تاني ده الفيجر اللي تحت هو غالبا أنا ما ساحته فخليني كده أفتحهم كلهم ونبص عليه ده كده فيجر سري عندنا شابين لما نيجي نبص على ال spectrum هنلاقيه حاجة بالشكل ده شكل مش يعني specific بالنسبة لنا ومش حاجة واضحة أو بالنسبة لنا شكل غريب كده وده كان حاجة منطقية لنا أصلا نركت بس الفانكشن وكده أخدتش أطعت جزء منها وخدت جزء فيعني طالع عندي spectrum شكله غريب بس تمام بذلك ال spectrum يطالع عندي ومعنديش مشكلة حبيت أشتغى عليه بعد كده أشتغى عليه بعد كده عايزني برسفان لو تمام السؤال ده يعني عايزين بس نتكلم عندي أول ثريتكلي بعد كده نشوف هنثبته بس هو الحد أصلا فاكر يعني ايه برسفان رول أو أنتو اشتغلتها لي قبل كده أو كان بيقول ايه يعني بريبا نظر أنه منحسب بين energy أو بتاعت بالظبط هو كان حاجة شبه كده هو كان ببساطة بيقول أن أنا energy of the signal لو أنا حسبتها من time domain لازم تبقى هي نفس energy بتاعت السيجنل لو أنا حسبها من frequency domain يعني بالآخر أنا كده أشغال على نفس السيجنل فأنا حسبت الانرجي بتاعتها من time domain أو من frequency domain لازم يطلع لي نفس الحاجة فهو عايز نثبت الكلام ده بالنسبة للسيجنل اللي هو مدهانا given في السؤال ده فهو أول حاجة كده أنا عايز أحسب الانرجي بتاعت السيجنل from time والانرجي signal from frequency domain فأنا ببساطة كده ما كنت باجي أحسب الانرجي أنا كنت باجي أعملي في السيجنل يعني عندي كده continuous one periodic signal مثلا اسمها وعايز أحسب الانرجي بتاعت كنت بتعمله ايه نربعها ونكامل على ال time اللي هي موجودة فيه بالظبط كده هاخد ال x of t أعمل لها squaring بعد كده integrate على الكلام ده ولو شاكل طبعا في ال frequency domain الكلام ده في هعمله برضو في frequency domain فده كده صحيح جدا وما فوش أي مشكلة بس الفكرة بقى الفكرة بقى دلوقتي أنا بتعامل مع continue signal أصلا عشان عمل لها integration هو انا بعمل continue signal بس أنا نعمل لها representation في اي software tool هو هتعامل معاها ك discrete values فيبقى أنا مش هينفع أعمل integration أنا هحاول الكلام ده ل submission واخد كل sample عندي أعمل لها دي هي المفروض بالنسبة لي الstep اللي أنا شغال بيها يبقى أنا هضرب برضو في الstep اللي أنا شغال بيها لو أنا شغال في time بحضرب في الstep بتاعتي اللي هي T of s لو أنا شغال في frequency يبقى أنا هضرب في الstep بتاعتي اللي هي بالنسبة لي D of f فأنا أحسب الانجي بالطريقتين وأشوف هتطلع لي بالضبط فلما نيجي كده هنا ندخل في الجزء هذا فأنا دلوقتي هاخد message اللي هي المسج بتاعتي في time domain اللي هي ال time بعد ما شلت منها كمان الأكبر من عشرة خطيته بصفار هاخد كل value فيها هاخد الabs بتاعه الabs ده احتياطي لو المسج بتاعتي كان فيها حاجة complex بس أنا سناليو ده المسج بتاعتي في time domain فهاخد احتياطي دايما باخد الabs هاخد كل value عمل لها squaring يبقى انا كده عملت لكل المسج بتاعتي اللي هو message vector بتاعي بعد كده هقوم جامع كل السامبل دي وقوم عمل scaling بال الس بتاعتي اللي هي ts يعني احنا بالضبط عملنا اللي كنا بنقول عليه هنا خدنا كل سامبل عملنا لها squaring بعد كده جمعناهم على بعض وكده ضربنا في ts طيب لو في frequency domain هحسب الاجي بنفس الطريقة هاخد كل ال message في frequency domain اخد بتاعهم وعمل squaring بعد كده ضرب df وقوم جامع الكلام ده كله عرب طيب عشان بس الدانية ما تتوهش مننا خلينا راني الجزء اللي قابله مرة تانية لوحده بعد كده ايه نبدأ راني الجزء ده اللي هو جزء الانش عايز زر كده عندنا هم اللي هو ببس بس خليه بقى energy total في frequency اللي هو اللي أنا بحس بالانرجي باستخدام ال frequency domain او energy total في time domain هيطلع الاتنين الاتنين لهم نفس بالضبط فيبقى احنا كده عملنا proof ly perceval low هل ده في مشكلة يا شباب لو حد عنده سؤالية ليه تسأله نجيب كده مرة تانية طب ايه فاهمين طبعا الجماعة ولا الدانية لا طبعا مش مانس فاهمين يعني السؤالية يسألنا عليه ازاي في الامتحان يعني اذا ده مش هيجلنا اصلا في الامتحان بص في اخر section كده هنتكلم في الامتحان ايه اللي بيجي بالضبط او ايه اللي ممكن يجي ماشي طيب ماشي الجزء التاني من السؤال بس اما اتقل في جزء تاني برضه عشان ايه ما نرجع لاش مرة تانية احنا هنا بقى هناخد الانرجي بتاعتنا التوتل نحسبه بقى هنا حسننا هو يبقى نفس الكلام بالضبط فمش فارق فهناخد واحدة منهم وخلاص تالت جزء بقى في السؤال بيقول انا عايزك تحسب بتاع الماسيج اللي طلعت دي طب هو انا اول حاجة كده لو جيت بسيط على اللي هو الاخ اللي قدامنا ده نظريا كده شباب الباندوست يبقى دي هو رقم قليل جدا ليه قليل ما بص يعني انا عندي سامبل او عندي فاليوز من السيجنال والفاليوز صغيرة جدا صح يعني بس فيه فاليوز صح اه بس سغيرة حلو فيبقى دلوقتي احنا قبل كده لما كنا نتكلم على يعني سيجنال كان بيبقى الاسبكترم بتاعها بغض نظر وشكله عامل ازاي بس المتد مثلا بالشكل ده فكنا بنشوف اعلى فريقونس عندنا بقول ده الباندويت صح انما في الحالة دي انا السيجنال بتاعتي اصلا هي مكملة طب في الحال ده عدتنا بنشتغل بكريتيريا معينة كده بنقول ان احنا هنخلي الباندويت عندنا هو الرينج اللي فيه 99% من السيجنال انرجي يعني هنشوف 99% من السيجنال انرجي موجودين في اي جزء من ويبقى هو ده الباندويت بتاعنا فيبقى انا كده كاني هنا ببساطة كده انا هبص على السبكترم بتاعي تمام اجيب كده السبكترم بتاعي بغض نظر بقى هو شكل هيبعمل ازاي مثلا حاجة كده مثلا افطار دي معلش ديني بايز شوية فانا هقول ان انا عايز اشوف 99% من الباور فين بالظبط لو طلع ان ده 99% من الباور من السيجنال في الجزء ده يبقى كده هقول خلاص يبقى ده ايه الباندويت 6 طيب تفتكروا نحسب ازاي 99% بقى من الباور ده شباب نعمل ايه حلو هشوف الماكس هشوف الماكس ممكان بالظبط واجيب ان انا عندي 99% من الماكس ماشي بس برضو هعرف 99% ده بيتحقق بقى منين يعني خلاص عرفت 99% ده نفترض مسلا ان انا عايز 1.2 هعرف بقى منين ان الجزء ده ان الانرجي في 1.2 تعمل ايه بقى صديق طب هل حد عنده فكرة كده يا شباب فكروا كده معاي زي ما عملنا في الفلتر مسلا طب هتعمل ايه في الكونديشن ده هقولون لو الانرجي اكبر من بتساوي 1.2 او اكبر من 1.2 هناخد ماشي بس انت بقى انت كده في كل مرة محتاجة تحسيب الانرجي يعني بمعنى انت هتيجي مثلا هنا طولين انت هتخذ السامبل دي فهل هل 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 ه ه ه ه ه ه ه ه اكبر اكبر من 99 ولا ايه ه ه اخد الجزء ده كله مثلا ه ه ه اخد الجزء ده واش ه اكبر من 99 ولا افضل اعمل كده لحد ما اوصل ان انا وصلت هنا للسامبل دي يعني همشي sample by sample كده لحد مثلا لو وصلت للسامبل دي الاقي ان فعلا سميش للسامبل اللي هنا ده بيمثلي 99% يبقى ده الband ويت بتاعي يعني كده كده ببساطة همشي sample by sample هحصل الاجب بتاعت اول sample لوحدها شوف هل اخد الrange بتاعته sample شوف هل 99% او هكذا فده اللي احنا عايزين نعمله هل الفكرة فيها مشكلة لأ بس صعب شوية هنفكر بقى هنعمل ازاي بس طبعا خلي بالك الانجي انا احسب على الجزء مع بعض يعني انا اللي طلع عندي او الجزء ده كنت معلم الواحد في الجزء يعني لو هنرسم كده figure تاني كده سريع انا هاجي هنا كده لو ده مثلا هنرسم الشكل الطبيعي بتاعنا هنعايز ابتدي من frequency zero واخد اول sample احسب الانرجي ثاني sample وهكذا فانا محتاجي الاول اعرف هي frequency zero دي موجودة في frequency vector بتاعي لان لو تفتكر كده هو frequency vector حد fs على 2 هتلاقي اول values فيه اصلا بال negative فانا عايز اعرف frequency zero فين بالظبط فهعمل ايه هقول له حاجة مشابعة لكم لما في filter f equal equal zero يعني بقول check اللي موجود عندك في ال f هل هو بيساوي zero او لا فهو هيعدي على كل sample موجودة او كل value وموجودة في vector يشوف انا بتساوي zero او لا لو بتساوي zero هيحط true لو بتساوي حاجة غير zero هيحط false فانا بقول له find function find دي بتدور على values true في vector بتاع او بتدور على values true بمعنى صح فانا value واحدة true find هتجيبي location بتاعها فين بالظبط انا هسايف الvalue دي في الاندكس فلو عملت run للجزء ده كده هلاقي ان في الاندكس بقى معرف لسنجل value ليه مثلا خمسين الف وواحد فلو روحت على vector f ده وروحت كده على خمسين الف وواحد دي بسرعة كده بسرعة او معلش او خمسين الف وواحد ده اللي هي value zero عندي فكده يبقى انا عرفت انا هبتدي منين بالظبط طب هعمل ايه بعد كده هعمل هعرب في الاول كده زي initial counter او حاجة هكيمليت فيها اسمها energy accumulator و هسايف الانش value بتاعتها بزيرو بعد كده هدخل في for loop الفور loop ده هيبقى بادي من الاندكس اللي انا فيه لحد lense f lense f ده اللي هو frequency vector ككل طيب انا هعمل ايه في كل iteration هدخل احسب الpower بتاعت اول sample اللي هي عند zero فهقول له c underscore index اللي هو counter بتاعي فأول value اللي هو الاندكس اللي هو location اللي هو frequency zero فهاخد sample اللي عند frequency zero اعمل لها squaring واضرب ها في d of f يعني كنتي بحسب الpower بدأ تسمبل دي الوحد ده وهقوم جامعها على ال counter او ال energy accumulator انا في الاول كنت احطته ب zero واسيب الvalue دي في energy accumulator طيب هتشك هل الvalue هل ده بيساوي 0.99 في 0.5 من الاندكس total ولا لا طب ايه 0.5 دي عشان ببساطة كده احنا قلنا يا شباب ان انا لما اجي بحسب الpower انا باخد الجزء الpositive والnegative فانا لو اخد السامبل دي فانا كان اخد الجزء ده بس فكان اخد نص الenergy الحقيقية نص الاندكس الحقيقية اللي اخد الحقيقية هو الجزء ده كله الفريقونس دي يبقى ده اكبر value او دي الفريقونس اللي عندها البندويتس بتاعي وخلاص طب لو ده ما ويبريك يطلع من الفور لو طب لو ده ما تحققش هيرجع مرة تانية في الفور لوب المراضي هيدخل على c اندر اندكس تاني value اللي هي هياخد تاني سامبل معي هنا يحسب الانيرجي بتاعتها بكام بنفس الطريقة ويجمح الانيرجي بتاعت اللي كنت تحسب ها قبلها ويتشيك المراضي هل الريجون دي بقى كلها مع بعضها كده هل الانيرجي بتاعتهم اكبر او من او بتساوي 0.99 في 0.5 من الانيرجي توتر لا لو ده تحقق يبقى ده البندويتس بتاعي ويطلع وخلص يبقى انا كده بالطريقة دي دير تحسب البندويتس عندي فلو هراني الكلام ده كده هل انه هو هنا هيحسب لي البندويتس اهو طلع عندي ان البندويتس اللي فيه 99% هو 1.99 هيرز فيبقى ده كده البندويتس اللي في 99% من التوتر الانيرجي اللي هو كأنه بالنسبة لي البندويتس بتاعي لو حد يا شاب عنده سؤال في الجزء دي لدي تسأله ايه اللي احنا عملناها ما عليش بس انا ما سمعتش قوي اللين بصي هو انت دلوقتي انا عندي ده الكاونتر بتاعه فهو بيبتدي من انديكس انديكس دي اللي هي 5000 واحدة اللي هو 50,000 واحدة هكنا تكلمنا عليها دي طيب هو يعني اول مرة هبقى 50,000 واحد المرة التانية هبقى 50,000 واثنين وهكذا طب هيقف امتى لحد لانس الاف ده ببساطة هو بيجيب لي طول الفيكتور اللي انا بيكون لانس يعني لانس هو فهو هجيب لي طول الفيكتور فانا لو جيت كده بسطت حلقة ان الفيكتور ده طول 10,000 فهو كده كانوا بيبتدي من 50,000 واحد اللي هي الانديكس بقى فريكوانس زيرو لحد الانس الف اللي هي آخر انديكس في فريكوانس فهو هيقدر 50,000 واحد المرة بدي 50,000 واثنين وهكذا وكذا لحد العشر تلاف اه طب تفاهمين طيب 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 تمام آآ ماشي خلينا بقى ندخل في السؤال اللي بعده طيب في السؤال اللي بعده هو هبتدي بقى يعمل طيب هو هنا بيقول ايه choose appropriate carrier frequency of AM modulated signal وبين هنا بيقول AM محدد او single side band او كده فهو بيتكلم على AM العادي اللي large carrier يعني ببعد signal مع carrier وبيقول لي احدد appropriate k of a طب اول حقا كده هي AM signal او AM مدد signal carrier بتاعها كان a condition لازم اخفز عليه هل حد كده فاكر 1 plus k AM t لازم يكون اكبر من 1 لا لا لازم كده نفسها أسرع من M احنا قلنا عشان نعمل Amputation بشكل مظبوط وقدر detect signal بتاعتي envelope detector فانا محتاج ان condition زي ما انت قلت ان 1 زائد k m تبقى اكبر من زي او ان تبقى اصغر من الواحد احنا قلنا two conditions دول ايه نفس الحاجة وبرضه شباب يعني عشان نرجع للقصة دي عشان انا كان في اعتقد واحد من استيقاشن كنت تعرفت لكم مختلف شوية عشان واحد المتشن عشان ما نطلق بش احنا كنا قلنا مثلا لو اكبر افترض انها اسمه m maximum واصغر m minimum بغض نظر م minimum دي postif او negative انا متوقع ان الموديوليت signal اكبر value فيه هيبقى عبارة عن a c في واحد هنخلي بقى واحد زائد k a في m maximum بغض نظر m maximum دي postif ولا negative ونخلي دايما الصين دي postif وال maximum اقوض بالvalue بتاعتها تمام negative سري تمام واتفر كام تمام طيب الم minimum او يعني اقل value سوري في ال envelope هتبقى عبارة عن a c بعد ما عمل shift دي فهتبقى عبارة عن a c بس هنخليها واحد زائد k a في الم minimum بغض النظر بقى الم minimum دي بكام كان او negative مش هتفرق معي هحط الvalue بتاعتها والpostive sign دي هسيبها دايما postive اذا كان فيه section كنت مغرف لهم بالnotation مختلف شوية بس عشان نبقى نموحدين كل section هنشتغل بالnotation ده طيب negative side اقل value هتبقى negative الكلام اللي فوق فهتبقى a c 1 k m maximum و اكبر value negative هتبقى الكلام ده negative a c 1 k a m فكده انا متوقع ان envelope بتاعي ده ranges بتاع وزي ما قلنا كده كل دور ساين postive والm maximum و الم minimum بقى انا هحط الvalue بتاعتي سواء postive او negative هحط ها وخلص طيب يبقى ان كده ال condition ده اللي انا عايز احفز عليه هلاقي المشكلة هتحصل عندي نتيجة الترم ده ولا الترم اللي فوق يعني ايه اللي هكون خايف منه اكتر ان cf1 زائد kfm minimum تساوي صفر او توصل للصفر ولا ان cf1 زائد kfm ما تساوي الصفر الم minimum هي اللي هتبقى تساوي صفر حلو يبقى انا خايف ان 1 زائد kfm minimum تساوي 0 اه sorry minimum انا مش عايز يعني اقصى باليود نتساوي 0 مش عايز اتقل عن كده يبقى انا كده بالنسبالي kfm هتساوي negative 1 على m minimum فمثلا لو افترط ان m minimum دي negative 2 مثلا فكده اقدر اقول ان k اي ممكن اخليها بنصف طب انا لو k اي بنصف والm minimum ب negative 2 لو عوضت هنا هلاقي ان minimum value عندي 0 طب لو قللت k عن كده خليت ها مثلا بربعة ساعتها minimum value تبقى كم اه شباب انا اكيد k عندي بربعة حض ربعة في negative 2 فتديني كم ب negative نصف negative نصف زائد الواحد فيبقى minimum value عندي نصف فما عندي لسه مشكلة طب لو كنت زودتها عن النصف يعني لو جيت قلت هخلي k a b 2 مثلا فساعتها 2 في negative 2 يعني negative 4 زائد 1 يعني negative 3 فكده انا دخلت ايه في مشكلة ال reverse يبقى انا في السيناريو ده لو negative value k a اقصى value لها هتبقى negative 1 على m minimum بس ممكن يقللها عن كده هل لحد كده في مشكلة طيب يبقى كده احنا حددنا appropriate range يعني ممكن تبقى negative 1 على m minimum او اقل و career frequency اقلنا هنخليها اكبر من bandwidth طيب هو طالب من نرسم time domain signal بتاع الموديلات signal وتشرك ان ما حصل ش phase reversal عندي تمام وان المسج بتاعتي اقدر اجيبها من وفي نفس الوقت ترسم spectrum فاحنا هنخلص الاثنين دول ايه مرة واحد طيب عشان نعمل الكلام ده هنقي كده هنا ببساطة اول حق كده اللي احنا عملنا من شوية قلنا ان k maximum هتساوي negative 1 على انا عايز اقل value في المسج بتاعتي m of t فحستخدم function اسمها minimum minimum دي بتعمل ايه بتجيب اقل value في m فكأني كده بقول ان k maximum هي negative 1 على m minimum طيب وحاسي من ان k اللي انا هستخدم هي k maximum دي وخلص طب والcarrier frequency زي ما قلنا هنحطها بتان bandwidth وحنعرف الcarrier بتاعنا عادي خلص وبعد كده كون مدية signal طب مدية signal هتبقى عبارة عن ايه 1 زي k في time مضروبة في الcarrier بتاعي وطبعا الدرب ده هيبقى time domain signal وال spectrum فانا كمان هرسم معاهم envelope نفسه فاحنا كده في الاول رسمنا هنا المفيد مدية signal اللي هو envelope وهنرسم ال s بتاعتنا في frequency domain اللي هو spectrum بس ده لسه قدام شوية فانا دلوقتي هرسم ثلاث حاجات اول حاجة هرسم envelope بعد كده جبت ال transform بتاعي بتاع ال s اللي هي مدية signal بعد كده هنرسم مدية signal في time domain وال spectrum بتاع فلما نجي نرسم كده الحاجات دي فأول حاجة كده هنلاقي ده شكل envelope بتاعنا لو نفتكر احنا كانت المسج بتاعتنا كان ده شكل المسج عندنا هتلاقوا ان كان في جلس بال negative بس احنا بعد ما عملنا scaling بتاعنا بشكل مظبوط فأقل value عند 0 فهنح كده عملنا scaling لل signal كلها طب المودلية signal بقى نفسها ادي بقى envelope اهو ورسمنا جواها الكارير طبعا لو عملنا زوم شوية هتلاقوا ان انتو مرسوم جوا ومدي لشكل envelope بتاع signal عندنا طب لما نيجي نبص على spectrum نفسه هنلاقي ان spectrum بتاعنا اللي هو كان الشكل الغريب ده بقى بس شفت عند frequency بتاعت الكارير واحنا frequency الكارير عرفنا عشرة في البند ويسفت تريبا ان البند كان 1.99 حاجة فيبقى frequency بتاعت الكارير حيبقى 19 فلما نيجي نزوم كده شوية ادي عند تقريبا 19 هنلاقي ادي الشكل اللي كان عندنا بس هنلاقي بقى بمن شغالين دلوقتي الكارير نفسه كمان مبعوت مع السيجنال فدول كده اللي هما كانوا الشكلين اللي كانوا موجودين بس كمان عند 19.9 ده الكارير كمان ايه موجود عندي ونفس الكلام طبعا هيبقى موجود في الناحية التالية هل في مشكلة يا شباب في البيت بتاع المودي السيجنال لا طيب طيب ماشي الاخر طلب في السؤال ده عايزني كمان ارسم او يعني اكون ال envelope detector يعني استخدم envelope detector circuit عشان اطلع ال output بتاعنا طيب envelope detector circuit ده بكونه ازاي في الاكتيف احنا مش هندخل في details قوي بس احنا عندنا function اسمها Hilbert الهيلبر transform ده لما باخد absolute بتاعه هو بيطلع لي envelope بتاع signal اللي ندخل هنا فأنا كده هدخله signal في time domain وكل الهيلبر transform function ويجيب الabsolute ويبقى انا كده جبت envelope بتاع signal الاس عشان نتشك الكلام ده هنرسم envelope circuit مع الماسيج الاساسية مع envelope او signal اللي احنا كنا رسمنا في الاول عشان كده نتأكد هل فعلا envelope circuit تطلع لي signal ولا لا فخليك نرسم الجزء ده هيطلع عندنا هو احنا كده رسمين ثلاثة signals مع بعض بس عشان تبان اكتر اللي كده نزوم مثلا على الجزء ده شوية طبعا معرفين انه كده كده بزيل السيجنال اللي تحت دي اللي هي بالأحمر دي كده transmitted signal اللي هي المسج الاساسية بتاعتنا اللي كان فيها جزء من نجد طب ال two signals اللي باقيين هما الاتنين دول مرسومين تقريبا فوق بعض اللي هما عبارة عن received message اللي message retrieved و transmitted message بعد ما عملنا scaling بkey a فحلي يمتلك متطابقين على بعض بس العمال نزوم شوية هنلاقي شوية variations a في الأجزاء دي إنه بيبقى لسه envelope a بيحاول trace message الاساسية بس لما نجي نبص هنلاقي ان انا كده original message ده كان شكلها و retrieved message والmessage scaled و shifted منطبقين مع received message أو retrieved message فكده يبقى envelope circuit حققت الغرض اللي كان مطلوب منه فلو أي حد شباب عنده سؤال ياريت يسر أنا مش فاهم أنا ليه عندي ثلاثة message يعني مش فاهم جم ليه ثلاثة في واحد قص هوا دلوقتي هوا أنا مش عن ثلاثة message أنا بس بقارن ما بين حاجات مختلفة في message اللي هي d عندي message transmitted اللي هي s of t اهي انا بفولو على envelope بتاعها عشان ننجع message function envelope detector receiver تمام دي كده اول message عندنا هنرسمها طب المسج اللي أنا اصلا باعتها اللي هي m of t دي تاني message هنرسمها وثالت message هي message m of t بس بعد ما ضربتها في carrier صوري مش في carrier بعد ما ضربتها في k وشفتها بس اللي هو الجزء ده فانا بس بابسم الثلاثة مع بعض طب ليه عشان انا عايز اقارن المسج الاساسية في retrieve the message فانا لو هعمل المقارنة دي يبقى انا بقارن ما بين المسج دي ووحدة من two message المنطبقين على بعض دول طب هي message التالت اهدف عايز اتوضح بس ان هو رجع لل signal اللي انا مدخل هنا بس انا السين اللي انا مدخل له هي عبارة عن message مضروب في k a scale in one بس كده شكر الله طيب هل حد شاب عند سؤال طيب ما لش عنا طورنا شوية بس عايزين نخلصه عشان احنا مش عايزين نخلص شيء ده كله فاحنا عايزين ندخل بقى ايه في اخر سؤال طيب اخر سؤال ده هو يعني برضو افكاره مش مختلف او عن اللي عبل كده هو مديني 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 هي عبارة عن مدروبة في كوزين بس هي دي مش مدينة سيجنل العادية بس هي نفسها هي عبارة مدروبة في كوزين والكلام ده من تي بيت ساوي زيرو لحد عشر تمام بعد كده بيقول لي افرد هو مستخدم كارير عشان يطلع له ووو شغال بال أبر سايد باند او مديني يعني فأنا كده أنا بعمل مديني حاليا فأنا هذكر المسج دي على يعني اضرب فالكارير بس بأني شغال أبر سايد باند فأنا المفروض هعدي الكلام ده بعد كده على Filter. بس أنا مش هعديه على سوري مش هعديه هنا. أنا بس كاتب ده غلط. أنا مش هعديه على Open Filter. أنا هعديه على BAND DOS Filter. فبس دي كده مفروض BAND DOS. وطبعا دي A برده هنا. BAND DOS. مع لشه. أنا بس إيه كتب قلقة غلط هنا. ويبقى دي كده Single Side BAND مدرة Be ALISSA اللي عندي. طب هو عايز مني إيه؟ فأول طلاب في السؤال عايز نرسم الaspectrum بتاع الامو في تي وبعد كده جيبي الباند ويتس بتاع الامو في تي برضو باستخدام الكريتيريا 99% of signal energy فأول طلبين دول هم مشابهين قوي ليه الاسئلة اللي قبل كده فمفروض ما يخدوش مننا مجود كبير احنا في الاول برضو وكلير وكلوس اول والكلام ده وهعرف وحعرف الفريابلز بتوعي والتايم فيكتور والفريقونسي فيكتور بعد كده هعرف المسج بتاعته عبارة عن بس الفانشن مضروبة في بس دي زي ما قلنا شاب دي البيس باند سيجنال مش موديلياتي دي قصة دي البيس باند سيجنال مش هنجيب الاسبكترم هعمل الففتي للكلام ده وان السيجنال ما مبريودك فبس كلب تي وفي اس وعمل الففتي شفت بعد كده هبلوط السيجنال في الـ time domain وابلوط السيجنال في الـ frequency domain زي ما اشتغلنا قبل كده فلو هنعمل الكلام ده كله ندوس كده هيتطلع كده عندنا قادي كده الماسيج طبعا احنا عارفين احنا دلوقتي الماسيج نفسها زي ما اتكلمنا من شوية هي عبارة عن بس الفانشن مضروبة في كوزاين فكأن البيس الفانشن اللي قال له frequency component عملة envelope للكوزاين اللي جوجه فالشكل طالع عندي حاجة ايه بالشكل ده بس طبعا تي زي ما قلنا هدي البيس باند سيجنال طب الاسبكترم هيبقى ببساطة عندي بس الفانشن بس مضروبة في كوزاين يعني شايفت ده عند الfrequency بتاعت الكوزاين بس زي ما قلنا دي مش موديلية السيجنال بس هيبقى عندي ايه البيس باند سيجنال حاجة بالشكل ده فده كده شكل البيس باند سيجنال في الاساس الاجزاء دي values صغيرة وعروند التن والنجاتيف تن عندي values كبيرة طيب ده كده البيس باند سيجنال سبيكترم والباند ويتس لو عايزين نحسيبه بقى ببساطة جدا زي ما اشتغلنا كده المرة اللي فاتت برضو هنحسب التوتال انرجي بعد كده هندور على الfrequency zero عند اندكس كان بالزبط ونعمل الفول لوب بتاعنا في كل مرة ناخد sample نحسب الانرجي بتاعتها نشوف هل كده انا اخد تسعة واثين في المية من التوتال انرجي ولا او افضل اكمل لحد ما انا اخد تسعة واثين في المية يبقى ده ايه الباند ويتس بتاعي فلو عملنا الكلام ده كده برضو زي كده المرة اللي فاتت هنلاقي كده هنا ان هو ايه اما عرف للباند ويتس بتاعي دي 11.56 وطبعا ده منطقي لما نيجي مبصط هنا لانه فعلا لازم يكون وقت الجزء ايه البيك دي كمان فيعني الكلام ده ايه الى حد ما منطقي بالنسبة طيب وطبعا يا زي ما قلنا حبيرنا شغلين في البيس باند هو مش هياخد مثلا من هنا يطرح من هنا لا هو هياخد الماكسيمم لحد الزير فده كده ايه الباند ويتس طيب بعد كده احنا المفروض هنعمل بعد خلاص المسج في البيس باند بارسي بيقول لي فاينز ابروبيت فيلتر تترانسميت قولي الابر سايد باند يعني هو عايز يعمل دزايل للفيلتر ده عشان يعدي الابر سايد باند بس طيب فانا كده كده انا عارف ان انا بني شغال اسام موديليشن فانا هاخد الايمو فتيل اول حاجة اضربع في الكارير بعد كده عاديه على الباند اس فيلتر ده طيب انتو تفتكروا شباب الباند اس فيلتر ده كتزايل انا عايزه يعدي ايه وما يعديش ايه او يعدي رينج ايه وما يعديش رينج ايه لو انا عايزه اشتغل كأبر سايد باند ممكن اشوف اكبر فريكنسي عندي ودوت هديبقى اللي هو اخر الفيلتر مسلا حلو فيعني احنا كنا قبل كده مسلا بنقول ان لو كان ده شكل الاسبكترم بتاعي هطبعا اسبكترم اتغير فدلوقتي لما اضربته في الكارير الاسبكترم ده بقى شفتت فاكبر فريكنسي انتو بتقولي عليها دي باش موندسة هتساوي كام لو ده من نيجاتف دابيو لحد دابيو هي هتبقى اف سي بلاس دابيو صح اف سي بلاس دابيو طيب فانتو بتقولي بي عايز تعدي من فين لفين فانا هعديها من اف سي لحد اف سي بلاس دابيو صح انا عايز حاجة تعديه لي الجزء ده والناحية التانية الجزء ده وتكانسل لي الجزءين دول ففعلا الفلتر بتاعي كدزاين وايز انا عايزه يبقى بالشكل ده كونستانت من اف سي لحد اف سي بلاس دابيو ومن نيجاتف اف سي لحد نيجاتف اف سي ماينس دابيو طيب هنعمل الكلام ده ازاي هنديزاين الفلتر ده ازاي اول حاجة طبعا هنا جبت الكارير وضربت السيجنل في الماسيج بتاعتي في الكارير وكده كده كده نشكل دابل صيب بانت لسه ماستخدمتش اي حاجة وجبت الفريقونس دومين بتاعه فده كده ايه اللي هي الحتة اللي قابلة اصلا مدخل الباندوس فلتر طيب لما نيجي بقى في الباندوس فلتر هنعمله ازاي هنعمله بنفس الفكرة اللي استخدمناها شوية في حتة التصفير اللي كنا بنعمله اننا هقول اننا عندي اتش ده اللي هو المفروض الريسبونس بتاع الفلتر اوبارة عن زيروس زيروس دي فانشن بتكون لي فيكتور فيه كله صفار طب انا عايز الريكتور ده يبقى بيساوي الباندوس بتاعي اللي انا شاجل عليه طب هو الباندوس بتاعي مش هو الصيز بتاعه هو صيز الفريقونس فيكتور بتاعنا اللي هو هنا مثلا في السيناريو ده ب20 الف فانا عايز اعرف صيز الصيز بتاع الفريقونس فيكتور ده б consultant فهيستخدم function اسمها صيز صيز ده pentачيب تحسبلي صيز الفريقونس فيكتور يعني أنا كده كأني بالضبط كأني هنا بدل ما أقوله كده كأني بقوله أنا عايز أكون H H ده بيساوي zeros اللي هي الفنكشن بتاعتي أنا عايز أحددله zeros ده فيكتور الصيز بتاعه بديه فكأني كأني بقوله واحد يعني كأنه رو فيكتور الصيز بتاعه واحد في عشرين ألف بس أنا بدل ما اكتباله في الطريقة دي هكلاه له ديناميك فأقوله نوع بصيز الف عشان لو الف تغير هو يتغير معه طيب كده يبقى أنا عرفت الـ H كله بصفار بس أنا مش عايز أقوله بصفار أنا عايز أقوله بصفار مع عادة الجزء ده اللي هو من F C لحد F C بلاس دابيو ومن نيجاتف F C لحد نيجاتف F C ماينوس دابيو فهنا أعمل الكلام ده إزاي ببساطة كده هقوله خلي H في الـ Regions اللي هي F أكبر من F C و F أصغر من F C بلاس دابيو طب هي F أكبر من F C وأصغر من F C بلاس دابيو اللي هو الجزء ده هقوله حطلي الفاليوز دي بوان طب والناحية التانية هقوله خلاص حط الـ H لما تبقى F أصغر من نيجاتف F C بس F تبقى أكبر من نيجاتف F C بلاس الباندويتس اللي هي بالنسبة لي F أصغر من نيجاتف F C اللي هو الجزء ده بس أكبر من نيجاتف F C ماينوس دابيو اللي هو الجزء ده فيبقى أنا كده اخترت الجزء ده برضو قلت له خطهولي بواحد يبقى أنا كده الـ H دي المفروض بالنسبة لي هتبقى برضو واخد شكل الباندس فلتر طب عشانا أتأكد هبلوت السبكترم بتاعه أو هبلوت اللي هو الويف فورم أو السبكترم اللي أنا كونته ده فخريك كده نبلوت الجزء ده فهيطلع عندي ده شكل الفلتر اللي أنا كونته لو هزوم كده على الناحية دي ألاقي أنه هو هنا من F C ليه كان بمتيل لحد F C بلس دابيو اللي هي النقطة دي شكل بقى الـ W كان بالزبط الصراحة اللي هي الفاليو اللي إحنا كنا عسبناها اللي هو الباندويتس ده بواحد ونفس الكلام إيه الناحية التانية فكده يبقى أنا كونت الفلتر بتاعي طب كونت الفلتر وأنا قريدي معاه الـ Spectrum اللي هي الجزء اللي أنا عايز أقصه ده الجزء الـ Base Band يعني لسه ما يتشفت فهقول له الـ S اللي هتطلع دي هضربها في الـ H يبقى أنا كده إيه شلت الـ Lower Side Bands وخليت الـ Upper Side Bands عشان نعمل الكلام ده أنا أقصه لسه ما كنتش كونت السيجنل فأنا هدخل في الجزء ده كون الكارير وبعد كده أضرب المسج في الكارير وبعد كده أعمل كده هنا كونت الفلتر بعد كده هنا إيه أخدت المسج دي ضربتها في الفلتر ده فخلينا كده نبص بقى على الـ Abus اللي تطلع عندنا بكان بالزبط فبصوا كده معي خلي الأول نبتدي كده بـ Figure 4 Figure 4 ده خلاص اللي هو الفلتر اللي احنا كوناه Figure 5 ده اللي هو الـ Spectrum بتاع الـ Spectrum بتاع الـ Modulated Signal بس ده قبل ما أعمله الـ Bandus Filter بس هو ما رسمش لسه F6 طيب ما لش نحن بس هران مرة تانية كله عشان أنا رسمت فيجر قبل التانية مرة تانية كده دول نمشي بقى بالترتيب كده ده كده المفروض فيجر سري ده بالنسبة لنا ده كده الـ Modulated Signal قبل ما نستخدم الفلتر فلعندي فيكونستاتيكات عند متين فقدي كده عند متين زائد الباندويتس ومتين نقص الباندويتس ده كده الـ Spectrum بتاعي ونفس الكلام في الناحية التانية طيب أنا دلوقتي بقى عايز أكون أو أضرب الكلام ده سوري فيه الباندويتس فلتر عشان يعديلي الأبر سايد باند من ناحيتين اللي هي دي ودي ويكنسلي الاتنية التانية فالـ Frequency Responsive بتاع الفلتر هو خلاص احنا شفناه عايزين بقى نبص بعد ما نضربه في الفلتر بعد سوري مضرب السيجنر في الفلتر اللي هيطلع بالضبط فحنلاقي بقى Around المتين ده بقى الشكل اللي ايه اللي طالع عندي يعني لو عنصغر ده كده ده كده بعد ما استخدمت الفلتر خليني كده زوم على البوز ايه ده وده كده قبل لما قد شغال لسه ايه Double Side Band طب كمان بصوا كده معايا ده كده الايه اللي اتنين اللي عندي بس لأ هو في اه ده كده اه ماشي ده كده اللي عند امتين وعشرة تماما بس اصغر ده كده شوية بس ده كده قبل وده كده ايه اه بعض هلا حد كده في مشكلة يا شباب اه بش ما نسوى هناش معانا الفلتر كان كان Ideal يعني ما كانش فيه سلوك كده زي الفلتر اللي عملنا قبل كده عشان هنا احنا ببساطة عرفنا الفلتر بطريقة مختلفة شوية ان احنا عرفنا الاول كله بزيروس وبعد كده النودز اللي انا عايزها اللي هو الرينج اللي انا عايزه حطه بوحيد فيعني لو جيتي كده بصيتي عليه كده انت النود دي كانت بواحد اللي بعدها على طول بزيرو بس انا معرفها مش بطريقة ان انا مش بطريقة ان انا ماشي بستابس كبيرة فرق كبير انا هنا معرفها ايه بحاجة صغيرة او كفرقات بس لما زوم اكتر هيباني بس طبعا ايه هتبع حاجة صغيرة اوية دي مش عارف 21.56 بس اوكي تمام فالفكرة بس ان انا في طريقة التعريف هنا الفرق بينه صغير اوي فعشان كده طريقة التعريف بس ايه اللي مطلع اللي الدنيا ايه بشكل تمام تمام ماشي كان في حد بس على حاجة شباب طيب مش كده يبقى احنا خلاص طلعنا موديلتة سيجنال اللي عندنا ده كده اللي هو كان طلب دي في السعيد كونا الفلتر في وفي دي طلعنا الاسبيرتر اللي عندنا طيب في اخير طلبين عايز بقى يستخدم كوريران ديتكتور في الروسيبر طب ولكوريران ديتكتور في الروسيبر ده مفروب بيعمل ايه؟ بياخد الموديلتة سيجنال اللي هي السينجل سايد باند يضربها في الكارير بعد كده يستخدم لو باس فلتر عشان انا اخذ شخصي بيه ده ده كوران ديتكتور مش ده كوران ديتكتور مش موديلتر فده لو باس فلتر عادي ليه؟ لان ببساطة كده لو انا حشرح بس على الجزء اللي هنا ده انا كده المفروض ان الموديلتة سيجنال السينجل سايد باند هتبقى حاجة ايه؟ بالشكل ده زي كده ايه ما اتكلمنا عليها في مسائل الالسكشن فانا لو اخدت ده طبعا عند fc وده نيجاتيب fc فانا لو اخدت السينجل سايد باند موديلتة سيجنال ده وايه امتضربها في الكارير مرة تانية فهو في الاول هيشفت لي الشكل ده كله بfc فدي هتجيلي مرة عند اتنين fc ودي هتجيلي هنا كده بعد كده في المرة اللي بعديها لما شفت بنيجاتيب fc دي هتجيلي عند نيجاتيب اتنين fc وهتجيلي ودي هتجيلي هنا فكده يبقى رجعت السيجنال بتاعتي مرة تانية والاثنين دول بقى عايزة شيرهم بستردام لو باس فلتر فانا في السيناريو ده طبعا هنا محتاج ايه لو باس فلتر طبعا مش باند باس فلتر طيب احنا بقى عايزين نعمل الكلام ده برضو ونشوفها اللي حنرى في المسجر اللي فالديزائي متى الكورين ديكتور احنا قرد دي عدينها ليه قبل كده هففوش مشكلة كبيرة فاحنا اول حاجة بس السبكترم بتاعنا اللي هو بتاع الموديدة سيجنال عندنا السبكترم فعشان نجيب ما هنعمل بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بها قبل كده عادي خالص دي مفهاش مشكلة عشان بس تبقى معي الموديدة سيجنال بس في طب بعد كده هيخد الموديدة سيجنال في الطايم دومين اضربها في الكارير يعني هشتغل على الجزء ده بعد ما خلص الجزء ده هعمل لو عايز اجيب برضو السبكترم بتاع الاوب بتاع البروتك موديوليتور ده في الريسيفر هجيب الففتي عادي خالص ولو عايز ابص على السبكترم بتاعهم مفيش مشكلة هعمل الففتي الففتي شفت ده هجيب منه السبكترم وارسم السبكترم عادي خالص فمتوقع ان نشوف حاجة مشابهة للشكل ده بس طبعا ايه للسبكترم بتاعنا مش الاسبكترم اللي انا شرجال عليه هنا ده فده اللي احنا عملناه في الفيجر ده ان احنا دي كده السيجنال بعد ما اضربنا في الكارير يعني بعد البروتك موديوليتور في الريسيفر فلما نقرنها بالسيجنال اللي هي كنا بعتنها أصلا هي الموديدة السيجنال كسينجل سايد باند هنلاقي ده كان الشكل عندنا فمرة هيتشفت يمين ومرة هيتشفت شمال فجيب لي الاتنين دول ده كده اللي هو الشكل الاسبكترم الاصلي اصلا اللي كان عندي طيب ويه الجزئين دول هلاقي انه هو هلاقي انه هو هلاقي انه هو جايب لي ايه سينجل سايد باند منه مش الدبل سايد باند مش الايه اللي اتنين مع بعض يعني ده كده السينجل الابر سايد باند في ناحية والناحية التانية عند النيجاتف اتنين اف سي ده عند اتنين اف سي وعند نيجاتف اتنين اف سي طيب اللي عند البيس باند هنبص هلاقي لا ده هي السيجنال بقى كلها على بعض ودي طبعا اللي انا ايه محتاج اصلا اعمل لها ريتريفن طبعا عشان اعمل لها ريتريفن هكاون لوباس فلتر لوباس فلتر ببساطة هنكونه بنفس الطريقة ان الاتش هتبقى ابسليوت الاف اصغر من الباندويتس هجيب الفريقونس بكتور بتاعي كله هجيب ابسليوت بتاعه وهشوف الحاجات الاصغر من الباندويتس فهو هيخليها لي تروف وحط في ساعاتها الاتش هتبقى اذا الاتش هتبقى بسيرو يبقى كده كونت اللوباس فلتر بتاعنا طيب عايزة تشوف بقى اعدي السيجنال دي اللي هي بعد على اللوباس فلتر فببساطة كده حضرة بالاتش في الجين فبالمره بقى عشان اجيب السيجنال في التايم دومين هعمل امبرس فلترانسفورم يبقى انا كده رجعت المسج الريسيفت او المسج اللي في البيز باند طيب هو ده اللي كان طلبه في اخر سؤال يعني احنا هنا خلاص رسمنا الاسبكترم بعد البوداك موديليتور ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه هنا اللي هو الشكل ده كله على بعضه طيب عايز ايه بعد كده عايز اكون بتاعت الفلتر عندنا زي ما اشتغلنا ان هو هيكون من نيجاتيب دابيو لدابيو زي ما اتكلمنا عادي خلاص وبعد كده ارسم السيجنال بعد الفلتر فيرسيز الطايم و ارسم معاها الوريجنال سيجنال اللي كانتب بعد والهنت ده ان انا مش عايق عايز نورملايز الكيرفز هتكلم عليه و انا باتكلم في الكود طيب فبساطة كده كل هنعمله الفلتر اللي كوناه ضربناه في المسج الاسبكترم بتاع المسج اللي هي طلع علي بتاع الروسيفر بعد كده هعمل الكلام ده اجبت المسج في الطايم دومين هقوم رسم المسج دي و هرسم معاها المسج الاصلية عشان اقارن الاتنين ده بعض فلو عملنا كده رن للجزء ده هنلاقي ادي كده الاسبكترم خلاص ده احنا شوفناه وادي كده الايه التو ميسجز اللي عندنا الريسيفد ميسج و الترانسميتد ميسج هم الاتنين من منطبقين على بعض بس عشان نزوم شوية عشان الدنيا تبان اكتر لقوا بصوا هم الاتنين شبه منطبقين على بعض ما عادة ايه فرقات بسيطة قوي كده طيب ايه بقى فكرة اللي هو كان بيقول لي عليها دي ليه كان عايزني نعمل سكيلينج عشان ببساطة انا كأني كده باخد الريتريفد ميسج بقسمها على المكسيمان بتاعها يعني كاني بitsu فكأن كده أكبر value عندي هتبقى one لأنني بأسم المسج كلها على أكبر value فأكبر value في المسج هيكون one بنفس الكلام هعمل ليه المسج الأساسية هأسم المسج كلها على maximum value بتاعتها فكأنني بأسم المسج كلها على أكبر value فبرضو أكبر value هتبقى one فكأن كده لو أي واحدة فيه مختلف هلاقي الاتنين منطبقين على بعض لأنني كده كده عامل الاتنين normalization يعني أسم على maximum بتاعها فده اللي طلع لحظة واحدة ده اللي طلع كده عندنا هنا أن الاتنين منطبقين على بعض كده كشكل بالإضافة أن هم حتى كامبليتود تقريباً لاتنين اليوم نفس الامبليتود زي ما كنا نسه إيه بنشرح من شوية طب لو أنا شلت condition scaling ده طب دي آخر حاجة هنعملها لو شلت condition scaling من الحالتين من ده ومن ده وي دوسنا run كده هنلاقي بما أن كل واحد بيعدي على carriers مختلفين فبقت الكونفيشنس تلاحياتهم مختلفة فهنلاقي كده هنا ما نرسم خلاص المسيج الأساسية يقوي retrieve the message هنزوم بس كده على واحدة منهم أو حاجة هنلاقي أن ال retrieve the message اللي هي الزرقة معمول لها scaling value وقل عن transmitted message وده طبعا يجب أن أبدأ في cosine وهكذا فده بس فكرة اللي هو كان طالبها مني إن أنا لو عايز أخلص من فكرة إن أنا محتاجة أسكيل المسيج بتاعتي عشان أخلص من السكيلز اللي حصلت في الترانسميشن فده كده إيه اللي كان مطلوب في إسرائيل الرقا فده كده يعني cheat معلش أنا طولت عليكم بس يعني لو حد بقى شراب عنده سرائيل ياريت csl أو يعني أرجو برضو أنكم تكونوا فاهمين يعني حتى لو مفيش أسئلة بس أنتوا فاهمين ولا مش فاهمين آه تمام فاهميت طيب محدش يعني نعمده أسئلة طيب خلاص ماشي تمام يا شباب يعني نحن كده خلصنا ومالش يعني معتزل أنا طولت عليكم النهاردة بس يعني ماحتاجين نخلص الشيطة كل مرة